موسيقى والحكومة المصرية مساعدات إنسانية تم إدخالها إلى قطاع غزة بلغت حوالي 5400 طن من المساعدات وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهه في حين لم تتعدى المساعدات المقدمة من مجموعة أعضاء المجتمع الدولي هذه الكمية إنما تم إدخالهم من مساعدات حتى الآن لا يفي على الإطلاق باحتياجات المدنية في غزة كما أن الإجراءات المعقدة والمتعمدة التي تفردها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إنما تفاقم من الأوضاع المتدهورة في القطاع وتثير الشكوك حول أهدافها لقد طلبت مصر بأهمية الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار ونندد بكافة الممورسات التي تهدف إلى فرد أمر واقع جديد لإجبار الفلسطينيين على النزوح ونقلهم جبرا وترحيلهم من أراضيهم حيث بلغت أعداد النازحين في غزة ثلث عدد سكانها وهذا في حد ذاته مخالفة جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني إنما ما نشهده في قطاع غزة يؤكد يقينا بأن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم تتم إلا بناء على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ولقد حذرت مصر من مغبة وصول الصراع إلى هذا المنح الخطير وسعت في تواصلها المكثف مع مختلف الأطراف من أجل وقف السياسات الإحادية التي أشعلت النزاع فلا يفي مجرد التشدخ بتأييد حل الدولتين دون اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراءات فعالة لتحقيق هذا الهدف إن مصر ترفض بشكل قاطع ما تنتهج بعض الدول من سياسات مزدوجة المعايير إذا الحرب الجارية وتؤكد إن النقصة البشرية واحدة في كل مكان سواء كانت إسرائيل أو في فلسطين إن التلكؤ في وقف نزيف الدم الحالي يعد مشاركة في تحمل مسئولية ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية أخيرا إن اللحظة التي يعيشها النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لم تأتي من فراغ فدوائر العنف المفرغة التي أصابت الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي دون تمييز إنما هي نتاج سياسات الاحتلال ومراسته من ضم الأراضي وهدم المنازل والعمل على الفصل بين الدفة الغربية وقطاع غزة وتجاهل الحقوق الفلسطينية لأكثر من سبعين عاما هو ما يحتم تضافر الجهود الدولية لإنهاء هذا الوضع المؤسف وتسوية الصراع على أساس حل الدولتين وشكرا إذن مشاهدين الكرام تابعنا مع حضراتكم هذا الجانب من كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري في إطار مشاركته في مؤتمر باريس لتنسيق المساعدات الإنسانية الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية على مدارس ساعات متتالية لهذا اليوم الوزير المصري تحدث عن الرؤية المصرية المرتبطة بالصراع الدائري في الأراضي الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي الذي دخل يومه الرابع والثلاثين على سكان قطاع غزة وقال إن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية تجاوز مفهوم الدفاع عن النفس وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة لا تلبي الاحتياجات الكاملة للمواطنين المدنيين في قطاع غزة وإن السلطات المصرية تكفلت منفردة بما يزيد على 5400 طن من المساعدات الإنسانية والإغافية والطبية جرى إدخالها إلى داخل قطاع غزة ثم حمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية ما يجري من دوائر العنف المفرق الذي يعيشها الفلسطينيون والإسرائيليون على السواء وقال إن هذا إنما كان مرتبط بالسياسات الإسرائيلية التي تمت على مدار الأونة الأخيرة سواء كانت مرتبطة بهدم منازل المدنيين أو بالفصل التعسفي بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية ثم تحدث عن ضرورة الإيمان الكامل كما تؤمن به مصر بضرورة حل الدولتين باعتباره حلا وحيدا لهذا الصراع وقال في ذات السياق إنه لا يمكن القبول بأن تتبنى بعض الدول نهجا مزدوجا في طريقة تعاطيها مع ما يجري من عدوان إسرائيليين على قطاع غزة وأشار كذلك إلى النقطة المرتبطة بحل الدولتين عندما قال إنه لا يمكن أن يكون هذا المفهوم أو هذا التصور قائما فقط على مستوى التشدق به على مستوى العبارات لكنه يجب أن يترجم من جانبي جميع الدول باعتباره حلا وحيدا للصراع الدائري في الأراضي الفلسطينية أهلا بحضراتكم تتجدد دائما التغطية على شاشة القاهرة الإخبارية والبداية حيث استشهد عشرات المواطنين وأصيب أخرون ودمرت عشرات المنازل والبنايات والممتلكات العامة والخاصة في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وقد قصفت طائرات الاحتلال أدة مبالي سكنية في مخيم جباليا فجر اليوم ما أسفر عن استشهاب 65 مواطنا وإصابة العشرات بجروح كما قصفت الطائرات الإسرائيلية المقاتلة العديدة من المناطق في جنوب قطاع غزة استهدفت طائرات الاحتلال الحربي فجر اليوم محيط مجمع شفاء طبي في قطاع غزة بعدة غرات وقالت مصادر محلية أن القصف المتواصلة لمحيط المجمع أدى لسقوط شضايا الصواريخ في ساحة المستشفى يأتي ذلك تزامنا مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مخيم الشاطئ وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت كذلك محيط مستشفى النصر ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات للمزيد تنضم إلينا من خان يونس من عند مستشفى ناصر منعوكا المرسلتنا منع أجملي لنا الموقف على مستوى تجدد التصعيد والقصف الإسرائيلي الذي دخل يومه الرابع والثلاثين واستهدف مناطق مختلفة من القطاع واليوم كانت الأجواء ساخنة للغاية كما فهمنا وتابعنا معك على مدار ساعات هذا النهار نعم يعني بالفعل يعني ما زالت الغارات الإسرائيلية تشن في كل مناطق قطع غزة خلال الساعات الماضية كان هناك تركيزا كبيرا في الاستهداف في مناطق الجنوب تحديدا دير البلح ورفح بالإضافة إلى أيضا خان يونس عمليا قبل خلال الساعة الأخيرة كان هناك ثلاث استهدافات في منطقة خان يونس في منطقة شارع القرارة تحديدا الأمر الذي أدى إلى وصول عدد من الإصابات يعني ما لا يقل عن ثلاث شهداء وعدد من الإصابات وصلت إلى مستشفى ناصر الطبي في إحدى هذه الاستهدافات بالإضافة إلى استهدافين آخرين أحدهما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات واستهداف الثالث كان تجاه جامع في منطقة السطر الغربي في منطقة خان يونس أيضا جنوبا تم استهداف أحد منازل في محيط المستشفى الكويتي الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحة عمليا أيضا قبل قليل كان هناك معلومات حول استهداف جديد في منطقة دير البلح ما تعرف بشارع البركة في هذا الاستهداف أيضا كان هناك ومازال محاولة لانتشال عدد من الضحايا ما بين الشهداء وجرحة جراء هذا الاستهداف لمنزل في منطقة شارع البركة في دير البلح أيضا استهداف آخر كان في محيط مستشفى شهداء الأقصى في منطقة دير البلح الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الإصابات عمليا هذا فيما يتعلق في مناطق الجنوب جنوب الوادي أما في مناطق شمال قطاع غزة فتبدو المعركة هناك إلى حد كبير يعني مختلفة الاستهدافات عشوائية يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي القنابل الفسفورية في هذه الأطناء في محيط منطقة أنصار بكثافة شديدة هذا بالإضافة إلى استهداف مناطق منطقة الشاطئ منطقة الرمال من جديد مناطق الشرقية الشجاعية والزيتون ومنطقة التفاح هذا بالإضافة إلى المناطق الشمالية منطقة محيط المستشفى الأندونيسي بالإضافة إلى منطقة بيت لاهيا إذن وهذا بالإضافة إلى أنه جميع المناطق الغربية من شمال قطع غزة إلى جنوبه مستهدفة من قبل البوارج الحربية الإسرائيلية التي تتمركز على طول الشاطئ ويعني تطلق نيران رشاشاتها تجاه أي شيء يتحرك على طول شارع الرشيد الساحلي بالإضافة إلى بعض الاجتباكات في تلك المنطقة تركزت تحديدا في مناطق الجنوب في خانيونس ورفح شواطئ خانيونس ورفح أما في مناطق غزة والشمال أيضا في محور ما يعرف بدوار السبعة عشر بالإضافة إلى منطقة الشاطئ عمليا هذه أهم المحاور التي تدور فيها الاجتباكات الآن بين الفصائل الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة أيضا فيما يتعلق بالحدود الشرقية تشهد هذه الحدود عدد من المناطق التي الآن تجري فيها اشتباكات ما بين فصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال يحاول أن يتقدم بألياته العسكرية داخل مناطق قطاع غزة ولكن على ما يبدو بأن هذه الاجتباكات تؤدي إلى عرقلة تحرك جيش الاحتلال داخل أراضي قطاع غزة بمناسبة هذه النقطة مونة بمناسبة التواكولات التي أشرت إليها هل بدت الصورة واضحة فيما يخص عمليات التوغل هذه على محدوديتها أو على بطئها إلى أين وصلت وكيف تجابه في أي مناطق تحديدا؟ نعم يعني ما هو معروف الآن لدى الجميع بأنه يعني الآليات العسكرية الإسرائيلية تجاوزت منطقة الشمال وصولا إلى نقطة أو في منطقة التوام هناك تمركز عمليا واشتباكات تدور على مدار الساعة منذ أيام وحتى اللحظة في المناطق الغربية هناك محورين أساسيين محور الآن هو محور أنصار حيث أيضا تدور في تلك المنطقة اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية تمتد هذه الاشتباكات وهذا التواجد لآليات الحربية الإسرائيلية جنوبا وصولا إلى جنوب منطقة تل الهوى تحديدا شارع ما يعرف بشارع عشرة أيضا هناك تتمركز آليات عسكرية وتدور اشتباكات يمتد هذا التوغل شرقا حتى وصولا لمنطقة نتساريم الذي تتواجد به عدد من الآليات الحربية الإسرائيلية المتمركزة هناك بطبيعة الحال كما نعلم بأنه أيضا المناطق الحدودية الشرقية جميعها تشهد توغلات ولكن محدودة الأهم الآن في هذا التوغل هو إحاطة وحصار مدينة غزة والشمال وهي هذا الحصار الذي يضرب من المناطق الغربية والشمالية وجنوب مدينة غزة بما يعرف بشارع عشرة الآن داخل شوارع قطاع غزة يعني هناك تحركات محدودة للآليات الحربية الإسرائيلية نظرا لجغرافية المكان ونظرا لأيضا الاشتباك هذا في المناطق التي قصفت مونة أو المناطق التي تضررت في أيام القصف الأولى والتي أصبحت تقريبا مناطق خاوية بالكامل هذا هو جوهر التقدم الإسرائيلي على الأقل وفق ما نفهم بهذه الآليات حتى لو كان الهدف هو تطويق مدينة غزة من محاور التقدم تأتي في مناطق مختلفة عن هذه نعم صحيح يعني بطبيعة الحال هذا ما يجري فعلا يعني قوات الاحتلال الإسرائيلية على ما يبدو بأنها خلال سهدافاتها الأيام الماضية كانت تحاول أن تمشت مناطق بأكملها وما زالت تفعل ذلك بالمناسبة يعني السهدافات المتكررة والتي ما زالت مستمرة حتى الآن في منطقة مخيم الشاطئ هي محاولة لكشف الطريق محاولة لتأكد من عدم وجود ما يمكن أن يعرق العمل جيش الاحتلال الإسرائيلي من جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا بالإضافة إلى يعني عمليا يعني التأكد من أنه المكان ممكن أن يكون آمن لجنود الاحتلال عند دخولهم المنطقة إذن هي استراتيجية باتت واضحة وهي محاولة تمشيط المنطقة بشكل كامل الآن حتى بالنسبة لمن يعني يعيش هنا ويراقب ما الذي يحدث أصبحت الآلية شبه واضحة وهي طلب من السكان إخلاء المنطقة بشكل كامل ثم إطلاق قذائف فسفورية وقذائف وسهدافات عشوائية بعدما يتم إخلاء المنطقة إلى حد ما تقصف المنطقة بالكامل ويتم مسح مربعات كاملة قبل الدخول إلى تلك المنطقة إذن هي سياسة الأرض المحروقة التي تحاول من خلالها إسرائيل أن تمشط مناطق بأكملها تمهيدا لدخول البري لجيش الاحتلال الإسرائيلي هذا ما يجري الآن وحتى الآن يعني وما زالت يعني قوات الاحتلال الإسرائيلية تستمر في استخدام هذا النهج في مناطق إضافية حيث تريد أن تدخل أو تخطط للدخول والوصول إلى نقاط معينة داخل مدينة غزة منعوك المرسلات على الهواء مباشرة من أمام مستشفى ناصر في خان يونس في قطاع غزة أشكركي شكرا جزيلا أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي سابقا يهود أولمرت أن رئيس الحكومة الحالي بن يمين نتنياهو يفتقر إلى التفكير الرصين ويشكل خطرا على إسرائيل ونقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن أولمرت قوله أو إن خطة نتنياهو للحفاظ على السيطرة الأمنية على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الجارية هي خاطئة تماما مشيرا إلى أن الوقت قد حان لاستئناف المحادثات التي تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية بدلا من التفكير في السيطرة الأمنية على القطاع وفق تعبيره وعلى صعيد المقدسات اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية وقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جوالات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك وأوقفت الطلبة عند أبواب المسجد وقامت بتفتيشهم كما عاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد تنضم إلينا من القدس المحتلة دانا أبو شمسية مرسلة القاهرة الإخبارية يا دانا إذا كان هناك حالة تخبط لدى إسرائيل فيما يخص هذه المرحلة الراهنة مرحلة الحرب يبدو أن التخبط أكبر بكثير وأكثر بكثير بعد انتهاء هذه الحرب ما صدى تصريحات إيهود أولمرت عندما قال أن خطة نتنياهو للحفاظ على السيطرة على القطاع بعد انتهاء هذه الحرب هي خاطئة تماما نعم آية بعد التحية دعينا نوضح أن هذا القطاب هو شديد اللهجة وهو ليس الأول منذ بداية هذه الحرب حتى يومنا هذا في السابس عشر من أكتوبر كان يهود أولمرت قد خرج وحمل نتنياهو مسؤولية الإخباق والفشل الاستراتيجي وهجوم السابع من أكتوبر وقال بأن نتنياهو كان قد أخفق في التعامل مع قطاع غزة ومع حماس وكانت هناك تحذيرات أمنية واستخباراتية بأن هناك حرب ستكون ضارية ستكون وتقدم فيها حماس ولكن نتنياهو لم يستمع إلى كل هذه التحذيرات الأمنية لذلك هذه التصريحات الجديدة كانت شديدة اللهجة بل وصفه بكلمات أكثر من المرات السابقة قال بأنه يعاني من انهيار عصبي نتيجة خوفه من الإطاحة فيه بعد انتهاء هذه الحرب خاصة مع تقدم الاستطلاعات والقول بأن 76% من الإسرائيليين يريدون من نتنياهو الاستقالة لذلك وصف نتنياهو بأنه قلت عدم الاتزان النفسي والانهيار العصبي نتيجة كل هذه الضغوطات ونتيجة فشله في حماية أمن المستوطنين والمستوطنات وقال بأنه يعاود الرجوع إلى الوراء وإدارة عقارب الساعة إلى الوراء عند الحديث عن السيطرة العسكرية على قطاع غزة وبأن الأولى على نتنياهو بأن يكون مع المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة متمثلة في إقامة الدولتين أو حل الدولتين أو إعادة المفاوضات من جديد لإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية كما هي المفاوضات من قبل وقال بأن عودة السيطرة العسكرية هي آخر شيء تريد الحكومة الإسرائيلية ولا ينبغي على نتنياهو أو على المنظومة الأمنية العسكرية التفكير في هذا الخيار بعد انتهاء الحرب قال بأن يجب على نتنياهو التركيز أن لا يعاد تكرار هذا الهجوم في السابع من أكتوبر وبأنه يحمل مسؤولية كل الإخفاقات سواء الاستراتيجية أو الاستخباراتية أو حتى العسكرية وعلى رأسها السياسية بل قال وحذر من تراجع دعم الدول الحليفة أو الدول الغربية التي تدعم إسرائيل في هذه الحرب لأنه غير قادر حتى اللحظة على احتواء هذه الأزمة هذا نستطيع أن نربطه في استطلاعات الرأي التي تقول بأن هناك ما يزيد عن 45% من الشارع الإسرائيلي سواء اليمين أو اليسار يرون بأن نتنياهو هو من يتحمل هذه المسؤولية في هذا الفشل في السابع من أكتوبر ويقول بأن هناك ما يزيد عن 76% من الإسرائيليين يردون الإطاحة في نتنياهو إذن نتنياهو الآن في تخوف مستمر من الإطاحة فيه بعد انتهاء الحرب وبهذا سيكون قد خسر هذه المقاعد التي أوضحت هذه الاستطلاعات تراجع الليكود في عدد مقاعدها إلى حوالي 17 مقعداً مقابل مقاعد كبيرة وصلت في السبعينيات من الأرقام للمعارضة الإسرائيلية وهذا يمكن أن نربط أيضاً في محاولات اتصالات من إدارة أمريكا متمثلة في بايدن مع لبيد وكليانتس وبينيث وبكأنهم هم المرجحين لأن يكونوا خلفاء لنتنياهو في هذه الحرب لذلك كل هذه الأصداء منذ اليوم الأول وهناك محاولة لرمي حمل هذا الفشل بين المستوى السياسي متمثل ببنيامين نتنياهو أو المستوى العسكري متمثل بوزير دفاعه يؤاف جلانت أو رئيس أركان جيش الاحتلال هيلفي الذي كان بينهم أصلاً أزمة ثقة منذ تظاهرات إصلاح النظام القضائي بين اليمين واليسار الإسرائيلي بداناً كان هناك أخبار تتوارد بخصوص قرب صفقة ربما لتبادل أسرة وقف مؤقت لإطلاق النار وأشياء من هذا القبيل هل هناك معلومات عن هذا الأمر؟ لربما أكثر الأمور التي تناولتها وسائل الإعلام العبرية أمس هو الحديث عن وقف إطلاق النار أو ما أسماه نتنياهو الهدنة الإنسانية هناك أحاديث في الصحف العبرية وحتى نقلاً عن مصادر مسؤولة رفيعة المستوى الإسرائيلية وأمريكية تقول بأن الوساطة القطرية لربما هي أقرب للتحقيق من الوساطة المصطية الأخرى وذلك الخلاف في إسرائيل هو حول عدد المحتجزين التي تنوي فصال المقاومة الفلسطينية الإفراج عنهم كانت في بداية الأمر هناك نية للإفراج عن 7 إلى 10 من المحتجزين لدى فصال المقاومة الفلسطينية ولكن هناك ضغط من وزارة الأمن الاحتلالية على المستوى السياسي متمثلة بنيتنياهو بأن لا يقبل في هذه الصفقة بل العمل على زيادة أعداد المفرج عنهم من المحتجزين لذلك أخذت هذه الصفقة في التوسع والحديث عن الإفراج عن ما بين 12 إلى 15 محتجز لدى فصال المقاومة الفلسطينية وضحت الصورة دانا وأنا هنا بشكرك شكراً جزيلاً انتهى وقتي كنت معي من القدس المحتلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية شكراً لك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في جنين إلى 7 شهداء إضافة إلى 13 إصابة بينها حالات وصفت بالخطيرة جراء اندلاع مواجهات مع جيش الاحتلال خلال اقتحامه المدينة برفقة جرفات عسكرية وكانت وسائل وعلام فلسطينية أكدت أن جرفات جيش الاحتلال قامت بتدمير شارع السكة المحاذي إلى مستشفى بن سينة والمستشفى الأردني الميداني في حي الزهرة بمحاذاة مخيم جنين ولا السلامين مرسلتنا من رام الله ولا هل من تفسير هل من تبرير يمكن أن يبدو مقبولاً أو مفهوماً حتى على الأقل لهذه الهجمة الشعواء التي تستهدف مدن الضفة الغربية وتحديداً نتحدث عن جنين ومخيمها لا يوجد أي مبرر بطبيعة الحال لما يحدث في الضفة الغربية سوى الانتقام من كل الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية وعندما تتحدث أنتوني بلينكين بأنه يعني يشكر رئيس محمود عباس للهدوب في الضفة الغربية لا سيمة أنه لن يطلع أو لم يكن مطلع عما يحدث في الضفة الغربية ولكن جزء من هذا الإطلاع كما تحدث به رئيس محمود عباس عنها جمالات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية من جهة أخرى ما نتحدث عنه الانتقام من قوات أو الانتقام من جيش الاحتلال من المواطنين في الضفة الغربية بما يحدث في قطاع غزة وأيضاً المنجزات التي تقوم بها المقامة الفلسطينية في القطاع يكون ذلك بالانتقام من الفلسطينيين في الضفة الغربية فمثلاً منذ ليلة أمس ولغاية فجر هذا اليوم نتحدث عن تلسلة من الاقتحامات تمثلت باقتحامات وتكسير والعبت بالمحتويات للمنازل وأيضا اعتقالات بالجملة كانت ولربما هي الأقل مقارنة منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن نتحدث عن 29 معتقل ما بينهم سيدة ومن بينهم أيضا أسرى محرارين وصحفيين فلسطينيين هذه هي الهجمة الشرثة التي تطال كل الشعب الفلسطيني نتحدث أيضا عن ارتفاع أعداد المعتقلين لدى قوات الاحتلال إلى 2280 لغاية الآن طيب ولا على مستوى الاستهدافات أكانت استهدافات بالتصفية واستشهاد المواطنين في جين أو في مدن الضفة المختلفة أو على مستوى عمليات الاعتقال التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال هل هي مؤسسة أو بالدرجة الأولى على بعض الذين أظهروا تعاطفا مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي أم كانت تستهدف بالدرجة الأولى بعض أفراد الكتائب هناك وتحديدا كتيبة جينين هل كان هناك أسس لهذه الاستهدافات نعم هو استهداف بالجملة كما تحدثت منذ السبب من أكتوبر ولغاية الآن الاعتقالات تشمل كوادر من حركة حمص كوادر للجاهد الإسلامي كوادر للحركة الفتحوية أيضا في ضفة الغربية نتحدث أيضا عن المنشورات التي باتت تهدد الفلسطينيين لا سيما أن هناك منشورات تقوم منهم من تدعم المقاومة ومنهم من تدعي بآية قرآنية على موقع التواصل الاجتماعي يقوم الاحتلال باعتقالها الهجمة الشرسة الآن على مخيم جنين وذلك لتصفية كل المقاومين الفلسطينيين سواء من كتيبة طول كرم وكان قبل أيام هناك اغتيال لكتيبة لأحد الأشخاص الذين ينضمونها لكتيبة شهادة القسام وكتيبة الرد السريع المنضوية تحت حركة فتح إذن كل هذا الاستهداف الآن في مخيم جنين قامت قوات الاحتلال بتجريف يوم وأمس الطرقات وأيضا البنية التحتية للمداخل وأيضا أشوار الرئيسية المؤلية لهذا المخيم الآن صباح هذا اليوم عادت من جديد بقوات كبيرة وبجرفات وباليات عسكرية ومسيرة دون طيال بإطلاق بعض الصواريخ داخل المخيم مما أثر عن عدد من الشهداء الفلسطينيين نتحدث عن سبعة ولا ربما الأدات تزداد وخاصة مع الحصار المطلق من قبل قوات الاحتلال على مخيم جنين حيث تمنع قوات الاحتلال المركبات وأطواقم الطبية بالوصول إلى هؤلاء الشبان الفلسطينيين لتلقيهم العلاج وعدم مقربتهم من سواء المستشفى ابن سينة وأيضا نتحدث عن أطواقم الطبية التي يكون هناك محاصرة لهم بطبيعة الحال في حال وجود هناك قوات لجيش الاحتلال تمنع أطواقم الطبية من الوصول لهؤلاء الشبان الفلسطينيين لذلك ترتفع الأعداد بين الحين والآخر خاصة في مخيم جنين وما يحدث في مخيمها الآن نسمع دوي انفجارات وأيضا إشباكات مسلحة ما بين المقامين الفلسطينيين داخل المخيم وبين قوات الاحتلال التي هي متمركزة على المدخل الرئيسي لمخيم جنين إذن هذه الاستهدافات بالجملة فانتقد من كل الفلسطيني نهيك أيضا عن الهجمة الشريسة داخل مدقلات الاحتلال الآن التعذيب الوحشي الضرب المبرح أيضا نتحدث عن عري لهؤلاء الأسرة وتصويرهم بطريقة غير لائقة وغير إنسانية مما يتيح المجال لقوات الاحتلال وجيش الاحتلال للانتقام منهم بتلك الفيديوهات وأيضا نتحدث عن أكثر من 75 سيدة الآن داخل مدقلات الاحتلال حيث يكون الضغط باتجاه هؤلاء السيدات لتسليم ذويهم أو حتى الضغط على ذويهم لتسليم أنفسهم تحت هذا الضغط النفسي وأيضا تحدث عن الابتزاز الابتزاز سواء النفسي أو الابتزاز الجنسي الذي تقوم به قوات الاحتلال على هؤلاء السيدات والفتيات الذين يتم اعتقالهم من داخل بيوتهم ولا السلامين مرسلتنا على الهواء مباشرة شكرا جزيلا لك كنت معنا من رام الله يتواصل دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ويعمل الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع نظيره الفلسطيني لدعم سكان القطاع كان المعبر قد استقبل العشرات من مزدوجي الجنسية من الجانب الفلسطيني من معبر رفح مصطفى عبد الفتاح مرسلنا ينضم إلينا من هناك مصطفى بعد التحية ماذا عن تفاصيل اليوم؟ نعم يعني جديد المشهد هنا في منفظ رفح البري حيث استقبل المنفذ منذ دقائق معدودة دفعة جديدة من حالات الجرحة والمصابين القادمين من قطاع غزة الحالات التي وصلت حتى الآن تقدر بـ 12 حالة من المصابين القادمين من قطاع غزة هذا أيضا فيما استقبل المعبر دفعة جديدة من حامل الجنسيات المزدوجة والمصريين الذين كانوا قد عالقوا في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في غزة نتحدث عن عديد من المشاهد هنا في هذه المنطقة الحدودية الفاصلة ما بين مصر وفلسطين فربما المشهد الأبرز حتى الآن هو تدفق المساعدات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الأراضي الفلسطينية يوم أمس قلنا قد تحدثنا عن وصول ما يقرب من 85 شاحنة ونتحدث اليوم عن عدد من الشاحنات تم تجهيزها وهي الآن في مرحلة التجهيزات النهائية قبل الانطلاق إلى الأراضي الفلسطينية هذه الشاحنات تتجاوزت ماء الشاحنة حتى الآن تم تجهيزهم في انتظار وصولهم إلى الناحية الفلسطينية من معبر رفح البري هناك إصرار ورغبة كبيرة في زيادة عدد الشاحنات التي تتوجه إلى الأراضي الفلسطينية المعطيات تؤشر على أن الأيام القادمة ستشهد انفراجة كبرى وذلك وفقا لما شاهدناه من معدل في ارتفاع دخول الشاحنات شاحنات المساعدات الإنسانية خلال 48 ساعة الماضية نتحدث أيضا عن حالة الزخم الموجودة هنا داخل وخارج منفذ رفح البري يعني فربما الصورة هي التي تعكس حالة الزخم الموجود سواء كانت من السيارات التابعة للصفرات والقنصليات التي تنتظر رعاياها خارج معبر رفح وذلك بالتنصيق مع السلطات المصرية التي تقوم وتعمل على إجلاء رعاية الدول المختلفة من قطاع غزة بالإضافة أيضا إلى سيارات الإسعاف الكويتية التي تحدثنا عنها بالأمس اليوم هناك منتظر أن يكون هناك دفعة جديدة من سيارات الإسعاف الكويتية المهدى إلى الشعب الفلسطيني هناك دفعة بالأمس كانت قد دخلت تقدر بخمس سيارات واليوم ربما خمس سيارات أخرى هي التي تدخل إلى الأراضي الفلسطينية أيضا بالنسبة لجهزية المعبر من حيث استقبال الجرحة والمصابين فما زلنا نتحدث عن الانتشار المكثف لسيارات الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة المصرية أيضا وهي التي من المنتظر أن تستقبل حالات الجرحة والمصابين خارج منفذ رفح البري هناك ما يقدر بحوالي عشرين سيارات إسعاف وأكثر تم تجهزهم من أجل استقبال الجرحة والمصابين ونقلهم إلى المستشفيات المصرية الواقعة في المنطقة المحيطة من منفذ رفح البري لمحافظة شمال سيناء المصرية كمستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد بالإضافة أيضا إلى عدد من السيارات الإسعاف المجهزة تماما داخل منفذ رفح البري والمقدرة بأكثر من خمسة وعشرين سيارات إسعافية الأخرى في انتظار وصول أعداد من الجرحة والمصابين لذلك كلها أوجه تعكس الجهود التي تعمل من خلالها الدولة المصرية على تقديم يد العون للأشقاء في فلسطين هذا أيضا فيما تتواصل عملية استقبال المساعدات الدولية القادمة من دول العالم التي ترغب في تقديم العون إلى الشعب الفلسطيني عبر مطار العريش وهي الآن في طريقها إلى المنطقة الحدودية ومن ثم الدخول إلى قطاع غزة التنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني كيف يبدو حتى اليوم مصطفى؟ التنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني منذ اليوم الأول هناك اتصالات مستمرة على مدار الساعة وهناك اتصالات لترتيب الأولويات ورصد احتياجات المستشفيات في قطاع غزة واحتياجات المواطنين داخل قطاع غزة أيضا سكان قطاع الذين أصبحوا في ضرورة ملحة لكل ما هو شيء من الإغاثة والغذاء بجانب أيضا المستلزمات الطبية التي يتم رصدها وتوجيهها من خلال الجانب المصري إلى قطاع غزة وإلى المستشفيات في قطاع غزة العمل كان منذ اليوم الأول على توجيه أكبر قدر ممكن من المساعدات الطبية ولكن نظرا للأوضاع المتردية كثيرا في قطاع غزة نتحدث عن أن الأوضاع أصبحت في حاجة إلى المساعدات الإغاثية أيضا والمساعدات الغذائية هناك ترتيب أولويات يتم ما بين الجانبين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني على مدار الساعة من أجل تنصيق وتجهيز كل ما يطلبه أو يتطلبه الأمر داخل الأراضي الفلسطيني مصطفى عبد الفتاح مرسل القاهرة الإخبارية كنت معنا من معبر رفح شكرا لك على نقل هذه الصورة أكد الرئيس الفرنسي مانويل مكنو خلال مؤتمر تنسيق الجهود الإنسانية في غزة بالعاصمة باريس أنه يتعين على إسرائيل حماية المدنيين في حربها على غزة وفق تعبيره كما أكد على أهمية التواصل مع إسرائيل والفلسطينيين بشأن العمر الإنساني في غزة هذه القيام هي التي تجمعنا وعندنا التزامات مشتركة دفعت بنا اليوم بالاتفاق مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى الاهتمام بوضع الإنسان في غزة يجب حماية المدنيين وهذا أمر لا بد منه وهذا أمر لا يمكن التساهل به أو التفاوض عليها هذه ضرورة ملحة وطارئة وفي المدى الأطول هذا شرط من شروط فعالية مكافحة الإرهابيين اليوم الوضع خطير ويتدهور أكثر يوم بعد يوم فورا يتعين علينا أن نعمل على حماية المدنيين يجب أن تكون هناك وقفة إنسانية سريعا جدا وعلينا أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار ووقف إطلاق النار يجب أن يكون ممكن يتعين علينا أن نخلق الفضاء والحيز المناسب ليتمكن العاملون الإنسانيون من العمل في غزة ويتعين علينا أن نفعل ذلك بروح من التوافق وعلى أساس أن الهدف الذي نعمل من أجله إضافة إلى المأساة التي يعيشها الإسرائيلين والفلسطين هو أن نطلق مبادرة سلام وأمن للجميع في الشرق الأوسط من باريس ينضم إلينا مرسلنا خالد شقير خالد قبل أن نخوض في بعض التفاصيل المرتبطة بمخرجات هذا المؤتمر أو على الأقل بما يمكن أن يلخص منه هل لمستأي تغيرا أو تبدلا ما في اللهجة الفرنسية تجاه ما يجري في قطاع غزة؟ نعم أحمد بعد التحية الحقيقة بالفعل هذا المؤتمر هو أكبر دليل بتغير الموقف الفرنسي الذي منذ البداية أحمد كان مسانداً لإسرائيل وأعطى إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها إلا أن بعد جولة الرئيس الفرنسي في المنطقة ولقائه بالرئيس السيسي اللهجة تغيرت بنسبة كبيرة حسب المحللين السياسيين لأن الرئيس الفرنسي أدرك وضع في الاعتبار التحذيرات التي حصلوا عليها في زيارته للمنطقة وبصفة حصة في القاهرة من أن يمكن أن تنشأ نزاع إقليمي في هذه المنطقة وبالتالي فرنسا التي خطرت كثير من مكاناتها في منطقة الساحل في إفريقيا يمكن أن تخسر أيضاً مصالحها في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وهذا فصر الكثير من السيارات المكوكية لوزيرة الخارجية كاترين كولونا للمنطقة وأيضاً إلى منطقة الخليج العربي ثم جاءت هذه الدعوة التي هي في إطار المنتدى الدولي للسلام التي تحتضن فرنسا يوم الغد وبعد الغد أحمد جاء هذا المؤتمر وهو مؤتمر الإنساني حيث أعرب الرئيس الفرنسي أن حتى ولو كان لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها فلن يكون هذا الحق على المدنيين حيث تشهد جزة مجزرة بالتالي هناك محاولة فرنسية لأخذ موقف أكثر اعتدالاً وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحمد قد تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول أمس وذلك حسب المختصين جاء لتنصيق المواقف حيث أن مصر وفرنسا لهم موقف موحد إذا هذه القضية سياسياً ألا وهو موقف حل الدولتين الآن هناك تعاون بين الدولتين في إطار المساعدة الإنسانية وهذا ظهر جلياً من خلال إرسال فرنسا لبعض من المستشفيات الميدانية بالتعاون مع مصر لعملها على الحدود في رفح المصرية خالد فقط قبل أن أعود عليك نتوقف مع هذه الصورة كانت معروضة في جانب من الشاشة وأنت تتحدث لكنها الآن توضع بالصورة الكاملة لأن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة دخل مرحلة جديدة تبدو مكثفة للغاية القصف فيه قدر كبير من العشوائية خلال ساعات هذا النهار منذ ساعات الصباح مع أزيز هذه الطائرات طائرات الاستطلاع على ما يبدو التي لا يغيب صوتها تقريباً عن سماء قطاع غزة على مدار العام لكنها أيضاً تنشط وبضراوة كبيرة ربما خلال أيام التصعيد وهذه الموجة من التصعيد قد تبدو لم يشهد لها قطاع غزة مثيلاً على مر كل تجارب العدوان الإسرائيلي هذا دخان الأسود الكثيف المتصاعد من مناطق مختلفة تبدو هذه المناطق من شمال أو وسط قطاع غزة ليست معلومة على وجه الدقة لكنها أيضاً تظهر قدراً كبيراً من الدخان الكثيف الأسود المتصاعد الذي يشير إلى ضراوة القصف وشدته وربما عشوائيته لأننا على مدار ساعات هذا اليوم نحن نتابع هذه الموجة الاستثنائية من القصف كما كانت تضع جغرافيتها وخارطتها منعق قبل قليل هذا دوي لقصف جديد هذا قصف آخر يعود من جديد لنسمعه معاً على الهواء مباشرة كما نتابع إذن في هذه اللحظات وهذا ربما يأتي تأكيداً لما كانت تقوله منا وترسيخاً لما تبعناه منذ الصباح تقريباً هذه موجة استثنائية على مستوى العنف على مستوى عشوائية القصف الذي يمارسه بحق مناطق مختلفة من قطاع غزة الجانب الأكبر منها متركز في مدينة غزة في الجوانب الشمالية وكذلك في شرق القطاع شرق وشمال القطاع في جانب بينما جنوب القطاع في جانب آخر الجنوب في حد ذاته أيضاً لم يكن بعيداً عن هذا القصف لا يزال دوي هذا القصف والانفجارات في هذه المرة تبدو الانفجار أو يبدو الانفجار أعنف بكثير من سابقيه على قصوة الانفجارات التي تابعناها لكن هذه المرة يبدو أن الاستهداف كان عنيفاً للغاية وإسرائيل متهمة طوال الوقت على مدار ما يزيد على 34 يوماً بأنها ضالعة في استخدام أسلحة محرمة دولياً على رأسها الفسفور الأبيض الحارق الذي عدا عن التدمير الكبير الذي يسببه فإنه وكما هو معلوم يخلف كذلك جملة من الغازات السامة خليط من الغازات السامة حقيقةً يجعل حياة الأحياء الذين حضوا بفرصة البقاء أحياء صعبة وعسيرة أيضاً هذا قصف أيضاً متكرر ومتتالي وهذا تأكيد وترسير للقصف الاستثنائي هذا اليوم مسألة في غاية الغرابة أن يتم الحديث بين فينة وأخرى عن احتمالية الذهاب إلى هدى مؤقتة إلى احتمالية وقف مؤقت لإطلاق النار بينما تمضي إسرائيل في مسيرتها نحو مزيد من القصف آية هذه موجة استثنائية حقيقةً على مداري هذا اليوم سيكون لنا عودة مع خالد لكن هذه الصورة تفرض نفسها نعم أحمد كما نشاهد ونتابعه وقصف مكثف في هذه الأثناء على مناطق متفرقة من قطاع غزة كما ذكرت أنت منذ قليل يبدو أن القصف مكثف على الشمال والشرق ولكن لا يسلم الجنوب أيضاً لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة ولكن ألسنة الدخان لازالت تتصاعد في هذه الصورة الحية التي تأتينا من قطاع غزة كل هذا وأكثر من نصف المستشفيات أحمد خرجت عن الخدمة كل هذا ولازال الحصار مستمر على القطاع لا كهرباء ولا مياه ولا طعام وكما يقول المحللون يعني إن لم يموت سكان غزة بالقصف فيموتون بالتجويع وهذه السياسة القاسية التي يتبعها جيش الاحتلال كما نسمع الآن هذا صوت القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة أكثر من عشرة آلاف شهيد حتى الآن منذ بداية هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعشرات الآلاف من المصابين وعشرات الآلاف لا يزالون تحت الأنقاط حتى الآن إذن يبدو أن القصف الإسرائيلي مستمر على مناطق متفرقة من قطاع غزة كما نشاهد من ألسنة الدخانة التي تتصاعد وكما نسمع من دويل انفجارات التي تأتينا بين الحين وبين الدقيقة والأخرى نعم سنعود إلى خالد شقير الآن لكن بالضرورة سيكون لنا عودة مع هذه الموجة من التصعيد والقصف الإسرائيلي المتتالي الذي لم يتوقف عند حدود قصف الطائرات وإنما حتى الاستهدافات بالمدفعية والأسلحة التي هي دون المدفعية حتى بينما كانت أي تتحدث كانت أصوات الرصاص مسموعة في وقت تحدث يا خالد شقير أعود إليك هل بدأ أن هناك نية ما لضخ مزيد من المساعدات الإنسانية وفق تعهدات الدول التي تحدث مسؤولوها أو التفتيش والبحث عن آلية أكثر عملية لنفاذ المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة الحقيقة أحمد كان هناك قبل نعقاد هذا المؤتمر تجهيز لهذا المؤتمر وتحدثت المتحدثة الرسمية باسم مزارة الخارجية الفرنسية عن مساعدات تتعدى المليار ومكين مليون يورو الرئيس الفرنسي تحدث اليوم عن أن فرنسا ستزيد مساعدتها إلى مئة مليون يورو الحقيقة المشكلة اليوم أحمد كما ترى أن الحكومة اليمينية في إسرائيل تجعل الجميع يستشعر الخطر على أمن هذه المنطقة وعلى أمن حتى الدول الأوروبية البعيدة عن المنطقة لأول مرة ومنذ أن عملت في هذا المجال لنا مكان مخصص أمام قصر الإليزير وفوف الصحفيين فيه تم منعنا اليوم الإجراءات السنائية أمنية السنائية الرئيس الفرنسي استقبل أكثر من 80 ممثل للدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والشخصيات السياسية ما بين الرئيس ورئيس وزراء ووزراء خارجية من بينهم وزير الخارجية المصري أي سيد سامح شكري الذي الحقيقة اليوم كان يشعر بالفخر والسعادة لأن كل الكلمات التي تحدث فيها من خلالها الرئيس الفرنسي أو حتى المنظمات الإنسانية أشادت بالدور الكبير التي تقوم بمصر في إدخال المساعدات يرئي الوحيدة للفلسطينيين عفوا لمحاولة أن يستنشاق الهواء ومساعداتهم في الخروج من هذا المأزق الإنساني هو مؤتمر إنساني بالفعل ولكن عن أي إنسانية يتحدثون أحمد يعني أخرج عن المهنية شيئا ما ولكن ما نستطيع القول أن الآن الشارع الفرنسي هو يستشعر هذا القطر ويقوم بزيادة الضغط على الحكومة الفرنسية وليس فقط الشارع الفرنسي الحقيقة بعض من عضاء الأحزاب الفرنسية من بينها حزب فرنسا الأبية وجونلوك ميلانشون وحتى رئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان حزر فرنسا بأن تتخذ موقف تجاه القضية الفلسطينية ليس موقف مشرف لها ولهذا اليوم نستطيع القول أن الرئيس الفرنسي يحاول أن يرجع بسياسة فرنسا وكحتى الساعة سيكون لنا عودة معك بطبيعة الحال لمتابعة مستجدات هذا المؤتمر من باريس خالد شقير شكرا جزيلا لك يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم في الرياض اجتماعا تحضيريا للقمة العربية الطارئة المقررة يوم السبت المقبل لبحث سبول مواجهة التصعيد المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زاكي قد أكد في وقت سابق أن القمة العربية الطارئة ستطالب بوقف إطلاق النار في المقام الأول مع اتخاذ موقف سياسي موحد لدعم الفلسطينيين بالمزيد ينضم علينا من الرياض جمال الوصيف مراسل القاهرة الإخبارية جمال إذن هو اجتماع تحضيري للقمة العربية الطارئة المقررة يوم السبت المقبل لو تجمل لنا الصورة بالفعل آية بدأ منذ ساعة ونصف تقريبا الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العربية الاجتماع في شكله مغلق تماما لا معلومات لا تفاصيل لا أي لا تقول للصحفيين إلى مقر إنعقاد هذا الاجتماع ربما الملف الأهم والملف الأوحد هو القضية الفلسطينية كان هناك اجتماع لمندوبي الدول في مجلس في جامعة الدول العربية منذ قبل أمس واليوم هو الاجتماع التحضيري لاعتماد المسودة النهائية التي سيتم عرضها على قضة الدول العربية يوم السبت القادم في الدورة الغير عادية المقرر إنعقادها في مدينة الرياضة ربما السياسيون يعاولون على هذه القمة بشكل كبير لضرورة إقاف النيران وإقاف تصعد الأحداث في غزة وأيضا إدخال المساعدات بشكل عاجل وبشكل فوري إلى قطاع غزة المتضرر بشكل كبير منذ بداية القصفية السابع من أكتوبر الماضي نحن ننتظر انتهاء الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب نعرف ماذا سيتم داخل هذا الاجتماع وماذا سيطرح على قادة الدول العربية وأيضا الموقف العربي الموحد تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأيضا إضافة إلى ذلك سيكون هناك اجتماع أيضا منظمة التعاون الإسلامية عفوا يوم السبت أيضا والذي دعت إليه منظمة التعاون الإسلامية إلى الدول الإسلامية في هذا التوقيت أيضا ليكون موازيا ومواكبا إلى اجتماع مجلس جماعة الدول العربية ولكن هل من خطة أو جدوى العمل بدى واضحا لهذه القمة التي تعقد يوم السبت؟ لا حتى هذه اللحظة لم يعلن عن جدوى العمل ولكن ضمن جدوى العمل هو القضية الفلسطينية بشكل واحد واتخاذ موقف عربي موحد وقالية دعم الجانب الفلسطيني سواء بإدخال المساعدات سواء بإعادة الإعمار في الجانب الفلسطيني بالإضافة أيضا إلى دراسة الحالة كاملة لقطاع غزة ورفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة سواء إلى الداخل الفلسطيني أو إلى الدول المجورة من الرياضة جمالي الوصيف مرسل القاهرة الإخبارية شكرا لك على هذه التفاصيل طلب وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي بضرورة الوقف الفوري للحرب المستعرة على غزة وما تسببه من كارثة إنسانية ودمار في القطاع وأضف الصفدي خلال لقائه وزير الخارجية البريطانية جامس كلافرلي في العاصمة السعودية الرياض أنه يجب ضمان حماية المدنيين في غزة وشدد الصفدي على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية إلى القطاع داعيا إلى الضغط على إسرائيل للمتثال للقانون الدولي والإنسانية آية السيد مراسلتنا من العاصمة الأردنية عمان تنضم إلينا على الهواء مباشرة آية ما الذي يتبلور الآن على مستوى الموقف الأردني الذي هو اتخذ ذات المسار تقريبا لكن بنبرات مختلفة إلى أين وصلت هذه النبرة الأردنية في هذه المرحلة تحياتي لك أحمد حقيقة النبرة الأردنية أصبحت وطيرتها عالية بعد زيادة الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة يعني خاصة كما أنتم شاهدتا في الفترات الماضية كان هناك العديد من اللقاءات التي بيّنت بأنه لابد من إيقاف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة إلى جانب استمارية دخول المساعدات من خلال هذه القيمة واللقاءات وزير الخارجية مع النظرائه العربية يعني كان هناك لقاء أيضا مع وزير الخارجية السعودي قبل قليل كما أيضا التأكيد على أهمية إيقاف إطلاق النار وأيضا ضمان حقوق الفلسطينيين وعدم التهجير القصري بالأنس أيضا أحمد كان هناك لقاء لوزير الخارجية أيمن الصفدي مع العديد من الصحفيين وأيضا كان هناك لقاء على التلفزيون الأردني الرسمي تم الحديث حقيقة لأول مرة بوطيرة يبين فيها بأن الأردن مستعد لكافة السيناريوهات في حال كان هناك تجاوز أكثر من إسرائيل بعد عدم افتزامها بالقوانين الدولية وقوانين الحرب وعدم اتلاع القوانين الإنسانية والتالي الأردن اليوم يتحدث بوطيرة تبين بأنه فعلا هناك جريمة لابد من أن تعاقب عليها إسرائيل ولابد من التدخل البوني السريع من أجل إيقافه من خلال هذه القمة من المتوقع أن يكون هناك فعلا أوصيات تساعد في إنقاذه حاليا في قطاع غزة إلى جانب ذلك المساعدات الأردنية لا زالت مستمرة اليوم كان هناك شاحنات تم تسييرها برا إلى جسر الملك حسين من أجل وصولها إلى الضفاء الغربية إلى جانب ذلك هناك العديد من الاتصالات التي يقوم بها العاهل الأردني ملك عبد الله الثاني من أجل دعم قطاع غزة وإيقاف إطلاق النار الأردن طبعا أكد أحمد بأنه إسرائيل إذا تعدت وإذا قامت بالتهجير القصري هذا بمثابة إعلان حرب بالتالي الأردن مستعد لكافة السيناريوهات ومستعد لكافة التدعيات التي يمكن أن تقوم بها إسرائيل وطبعا كما تعلم بأن الأردن في الأساس قام بسحة سافيره من تل أبيل أنها أصبح هناك قطع في العلاقات الدبلوماسية فبالتالي الأردن اليوم يتحدث بسيناريو جديد لم يكن معتاد عليه مع الجانب الإسرائيلي وذلك من أجل ضمان حقوق الفلسطينيين وأيضا عودة السلام وعودة المفاوضات من أجل حل الدولتان لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية اليوم المخترحات أو التوصيات التي يأتي بها وزير الخارجي الأردنين من خلال هذه الدورة الغير عادية لجامعة الدول العربية في الرياض سيكون هناك العديد من التوصيات كما هي كانت معتادة بالتأكيد طبعا الاستمرارية المساعدات وإيقاف الحرب التي تقوم بها إسرائيل بحق المدنيين وأيضا عدم اتباع السياسة العسكرية والأمنية لأنها لا تخضي إلى حل وإنما لابد من اتباع العسكرية والأمنية ولابد من اتباع السياسة وعودة المفاوضات لحل الدولتين من أجل بمان حقوق الفلسطينيين وعادل تهجيرهم القصري نعم مسألة التفتيش عن الدوائر الغربية التي يمكن أن تسهم في تشكيل قدر من الضغط على السلطات الإسرائيلية هذه كانت استراتيجية أو فلسفة متبعة من جانب السلطات الأردنية منذ بدء العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة هل لا يزال هناك بقية اتصالات أو أشكال تنسيق أخرى يمكن أن يعمد إليها الأردن خلال المرحلة القليلة المقبلة لا زالت الاتصالات مستمرة إن كان على المستوى الملكي أو إن كان أيضا على مستوى وزارة الخارجية الملك بالأمس كان هناك اتصال مع رئيس وزراء هولندا مسبقا كان هناك زيارة إلى بروكسل قبل يومين من خلالها تم التأكيد من أجل أيضا حجد دعم من أجل الأونر وهذه الوكالة التي تعاد شريان الأساسي في قطاع غزة حاليا بعدما أصبحت هي المناطق الآمنة للنازحين الأردن حاليا يحاول بأن يكون هناك دعم مستمر للأونر وخاصة بأن هذه الوكالة منذ الحرق كانت تعاني من أزمة مالية والآن مع هذه الأحداث أصبح هناك عاجز مالي وأيضا عاجز في تقديم الإمكانيات والخدمات يفوق الخيال بالتالي الملك من خلال الزيارات بالأخص إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية لاحظنا بأن هناك تغيير في المشهد وأيضا تغيير في رواية الأوروبيون بأن هناك تضاون أصبح واضحا مع قطاع غزة مع فلسطين من الممكن أن يكون هذا أيضا ورقة ضغط على إسرائيل بعد أن يكون هناك دعم وحش دولي غربي مع الدول العربية من أجل إيقاف هذه الحرب وأيضا ضمان حقوق الفلسطينيين وبالأخص أهالي قطاع غزة شكرا جزيلا لك سيد مرأسلتنا على الهواء مباشرة من العاصمة الأردنية عمان اتهمت سويلا برافرمان وزيرة داخلية البريطانية شرطة لندن بالانحياز لمسيرة مؤيدة للفلسطينيين بسبب إعطاء الضوء الأخضر للمسيرة المقررة السبت وأشارت برافرمان إلى أن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تستخدم من قبل من وصفتهم بالمتطرفين كمحاولة للسيطرة على شوارع لندن وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سونك قد استدعى قائد الشرطة مارك رولي لشرح سبب منحه الضوء الأخضر لمسيرة مؤيدة للفلسطينيين مطالبا قائد شرطة العاصمة بضمانات بأن المسيرة ستمر بسلام بالرغم من اعتقال الشرطة لنحو 200 شخص الارتكابي ما وصفت بجرائم الكراهية منذ أحداث السابع من أكتوبر من العاصمة البريطانية لندن مرسل القاهرة الإخبارية أبو بكر بشير ينضم علينا الآن أبو بكر بعد التحية يعني حتى بإعطاء الحرية لخروج المسيرات وإصال صوت الشعب الفلسطيني والذي بدى واضحا على مدار الأسابيع الماضية من خلال خروج المسيرات الحشدة في العاصمة البريطانية يبدو أن لندن تتراجع عنه الآن ما الذي حدث الذي حدث أن وزيرة الداخلية سولى برافرمان مستمر في إصدار تصريحاتها الهوجة كما يصفها المعارضون والمثيرة للجدل لكن هذه المرة هي تجاوزت كل الحدود بوصف الجميع سابقا اشتبكت مع المحكمة الأوروبية مثلا واشتبكت مع الوامر المتحدة وقالت أنها منظمة قديمة ويجب عادة صياغة قوانينها واشتبكت مع اللاجئين كل هذه الجهات لم تكن بريطانية الذي حدث أنها اليوم نشرت مقالة لها في صحيفة هات تايمز هجمت فيها جهات بريطانية بالأساس وهذا ما قلق الأزمة هجمت المتظاهرين الداعمين لفلسطين وشككت في نواياهم بالأساس وقالت أنها لا تؤمن أنهم يدعمون غزة بل هم يدعمون جماعات إسلامية وأن بعض هذه الجماعات لها ارتباطات إرهابية فهي بالتالي شككت في المسيرة والمشاركين فيها وهم بريطانيون يكفل لهم القانون والدستور البريطاني حق التظاهر والتعبير عن النفس وهذا خلق أزمة حقيقية ثم لم تكتفي بذلك بل شبهت هذه المسيرات بمظاهرات كانت تجري في إيرلندا الشمالية سابقا وهذا أثار غضب الإيرلنديين الشماليين بشكل كبير واتهموها إما بالجهل بتاريخ إيرلندا الشمالية أو بتعمد الإساءة لشعب إيرلندا الشمالية وهذا طبعا خط أحمر في العلاقات الداخلية الوطنية بين الأمم الأربع المكونة للمملكة المتحدة برافرمان لم تكتفي بكل هذا بل هاجمت جهاز الشرطة وهو جهاز له احترام الكبير هنا في بريطانيا قالت أن جهاز الشرطة يمارس ازدواجية المعايير فيما يخص المظاهرات وقالت أن الشرطة كانت تنفذ القانون بشكل قوي على أي مظاهرة كان ينفذها القوميون أو اليمنيون المتطرفون لكنها تتساهل مع المظاهرات الداعمة لفلسطين إذن هناك موجة غضب كبيرة الآن تواجهها سولة برافرمان من المتطاهرين والداعمين للحريات ومن داخل حزبها ومن المعارضة والبرلمان وهناك أصوات عالية جدا تطالب رئيس الوزراء بإقالتها اليوم وبالنسبة للحديث عن رئيس الوزراء هناك الآن الجميع يتساءل أين هو ريشيس هناك يتم التواصل مع ريشيس هناك وهنا أبو بكر ألا يسير ريشيس هناك على نهجها نهج وزيرة الداخلية حقيقة تم سؤال الحكومة ومحاولة الوصول إلى ريشيس هناك منذ الصباح ليجلب على هذا السؤال وليثبت أنه أعطى الموافقة لوزيرة الداخلية بالذهاب بهذه اللغة بهذه التصريحات لم يجب ولم يجب أحد من معاونيه لكن يمكننا القاون مثلا في موضوع الشرطة أن مفاوض عام الشرطة التقى رئيس الوزراء ريشيس هناك وأبلغه بقرار الشرطة وهو السماح للمظاهرات بالمضي قدما وأن على الشرطة تأمينها قابل ريشيس هناك هذا القرار وأيده لم تقبله وزيرة الداخلية وهاجمات إذن هناك انقسام نستطيع القول بين وزيرة الداخلية وبين حتى رئيس الوزراء وهي تحرج كما يرى المتابعون وتظهره بمظهر الضعيف هذه ليست المرة الأولى التي يضطر فيها رئيس الوزراء أو الحكومة أو من ينوب عنهم للخروج إلى الإعلام إما للدفاع أو التبرير كلام قالته وزيرة الداخلية لكن كما قلنا هذه المرة الإساءة وجهت إلى الداخل البريطاني وعلى عدة مستويات إلى الجمهور البريطاني وإلى شعب إيرلندا الشمالية وإلى جهاز الشرطة وهناك مخاوف من أن تكون سويلة برافرمان تتعمد القيامة بذلك لأنها تريد الإطاحة برشيس هناك بإظهاره مظهر الضعيف واللعب على أن تكون هي الشخصية القوية القادرة على تمثيل حزب المحافظين في الانتخابات القادمة الأنظار كلها الآن تذهب إلى كيف سيرد ريشيس هناك على هذا الموقف هل سوف ينصاع لطلبات الجميع بإقالتها وهل يتحمل هو حكومة نتائج إقالة وزيرة الداخلية في موقف كالذي فيه حزب المحافظين أو سوف يتحملها ويضطر للدفاع عنها وبالتالي سوف يكون هو في خانة الاستدامة مع إيرلندا الشمالية ومع الجمهور في بريطانيا ومع الشرطة حتى طيب أبو بكر في ظل هذه الانقسامات التي تتحدث أنت عنها ما مصير هذه التظاهرات أو هذه المسيرات وتحديدا المقررة يوم السبت المفاوض عن الشرطة كان واضحا رد على الجميع بأنه لا تمتلك الشرطة أي أرضية قانونية تسمح لها بمنع هذه المسيرات من المضي قدما وبالتالي هناك مسيرات سوف تتم وسوف تنفذ الشرطة دورها القانوني بحمايتها يجدر القول أن حتى من كان يتفق مع وزيرة الداخلية ورئيس الوزراء في فكرة أن هذه المظاهرات يوم السبت ربما من الأفضل ألا تتم كان يتفق على أرضية اختلاف الموعد والمكان يعني يطالبون أن تنفذ المسيرات في يوم آخر في مكان آخر حفاظا على التقليد القائل بأن يوم الحادي عشر من نوفمبر هناك وقف دقيقتين صمت ينفذها الجمهور البريطاني يحيانا لذكرى الهدنة التي أوقفت الحرب العالمية الأولى هذا هو كل الخلاف ولكن الذهاب إلى منع المظاهرات كلها من الأساس دون أرضية قانونية هذا رفضته الشرطة وأكدت عنها أنها لن تقوم بذلك وأن الحالة الوحيدة التي يمكن للشرطة أن تمنع فيها هذه المسيرات أو غيرها هي أن ترى الشرطة أن هذه المسيرات تضر بالأمن القوم البريطاني وكما قالت الشرطة هذا الأمر ليس مطروحا الآن ولا هو وارد وبالتالي فإن المسيرات سوف تتم بغض نظر عن قرار وزيرة الداخلية شكرا جزيلا لك أنت معي من لندن مراسلنا أبو بكر بشير شكرا لك على هذه التفاصيل نتحول الآن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديدا إلى الضفة الغربية إلى جنين التي كنا معها قبل قليل وفق ما كانت تنقل لنا الإفادة ولاء السلامين لكننا نشاهد هذه الموجة من تجدد الاشتباكات بين عدد من الشبان الفلسطينيين وبين قوات الحلال الإسرائيلي التي أحدثت توغلات بدت لافتة على مدار الأيام القليلة الماضية وصولا إلى هذا اليوم نحن نتحدث عن سبعة شهداء جراء موجة التصعيد الإسرائيلي الآتية من الضفة الغربية والتي كانت كما كانت تشير ولاء السلامين معنا قبل قليل الوزير الأمريكي أنطوني بلينكن بدأ مستغربا للغاية وهو يثني على أداء السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس لحفظ الاستقرار والأمن في الضفة الغربية هذا هو نمط الاستقرار وحفظ الأمن الجاري في الضفة الغربية عدد الشهداء الذين سقطوا جراء موجة التصعيد الإسرائيلية في الضفة الغربية التي لم تكن حاضرة في السابع من أكتوبر التي لم تكن حاضرة بوجود فصائلي تقول إسرائيل إنها تستهدفه في قطاع غزة حتى هذه اللحظة عدد الشهداء الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة جاوزة 160 شهيدا هذه صور يبلغ للزملاء الآن بأنها على الهواء مباشرة لقصف إسرائيلي على مخيم الجنين القصف عنيف للغاية وقد تبدو الصورة مختلفة عما يجري في قطاع غزة وإن كانت بدائرة أقل أو بوتيرة أقل لكنها على ما يبدو وهذا ربما ما يخشى كثير من الفلسطينيين أن يكون الأمر متحولا إلى كرة الثلج المتدحرجة التي ستكبر شيئا في شيئا باعتباري أن هناك مخاوف من أن يمتد الأمر آية إلى عملية عسكرية موسعة كما نتابع في هذه الصورة المباشرة وكما نسمع من دوي هذه الانفجارات أو هذا القصف الإسرائيلي يبدو أن هناك قصف مكثف وعنيف على جنين الآن وهناك اشتباكات كذلك في جنين في الضفة الغربية منذ الصباح وربما لم يتوقف هذا القصف الإسرائيلي كما قلت أحمد منذ قليل عدد الشهداء في الضفة الغربية بأكملها يتزايد يوميا حملات الاعتقالات كما قالت مرسلتنا منذ قليل لا تتوقف يوميا والسنة الدخانها هي تتصاعد من هذه الصورة التي تأتينا مباشرة من الجنين الآية الأصوات في الخلفية هذا صوت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أزيز هذه الطائرات التي تعرف فلسطينيا بالزنانة بحكم ما تحدثه من صوت بهذا الشكل وهذا يعني أن هناك تغيرا ما حادثا في نمط التعامل الإسرائيلي نمط تعامل قوات الاحتلال مع الضفة الغربية وبالمناسبة هناك أصوات من حكومة بن يمين نتنياهو كانت تقول أنه لا يجب النظر إلى الضفة الغربية باعتبارها في مأمن أو تشكل خطرا أقل مما يشكله قطاع غزة وبالتالي كان هناك دعوات متتالية للتصعيد في مدن الضفة الغربية المحتلة المختلفة وإن كانت جنين هي التي كانت ومنذ بداية العام 2023 العام الجاري كانت جنين المدينة والمخيم هي صاحبة حصة الأسد في الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على القطاع لكن قبل قليل كان هناك أصوات إطلاق الرصاص من الأسلحة المتوسطة والخفيفة من جانب عدد من الشبان الفلسطينيين التابعين لما يعرف بكتائب جنين أو تحديدا كتيبة جنين وبعض الكتائب الأخرى التي دائبت على الاجتباك مع قوات الاحتلال في تواغلاتها المتتالية في مخيم جنين وفي المدينة الواقع يقول أن الضفة الغربية دائما ليست بعيدة عما يحدث في قطاع غزة حتى نرى تصريحات على سبيل المثال أنتوني بلينكين كما ذكرت أنت منذ قليل هي دائما تذهب إلى التخوف والقلق من أو مما يحدث تحديدا في الضفة الغربية كما ذكرنا منذ قليل الضفة الغربية ليست بمنأة عما يحدث في قطاع غزة هناك قصف مكثف على مناطق متفرقة كذلك في الضفة الغربية حملة اعتقالات موسعة كذلك تشهدها الضفة فدائما هي ليست بمنأة عما يحدث وكما قلت أنت منذ قليل ربما هذه الصورة ليست مخالفة كثيرا عما نراه من صورة مباشرة كذلك تأتينا من قطاع غزة من تواصل القصف الإسرائيلي المكثف لكن المؤكد أن الساعات الثمانية والعبائين المنقضية كانت تحمل تطورا لافتا في طريقة التعامل الإسرائيلي في مستوى الخشونة في مستوى التصعيد في محاولات الاقتحام والصورة عن يسار الشاشة كانت لافتة للجبات العسكرية الإسرائيلية التي كانت قد نفذت عملية التوغل أو الاقتحام الجاري وهذا ربما نموذج لعدد من الشباب الفلسطيني غير الفصائل غير المنتمي إلى تيار أو إلى حركة أو إلى فصيل وهو يقوم بمحاولة صد هذه العمليات عمليات التوغل ونحن نعيد التأكيد بأنه فقط في حصيلة لعلها ربما تكون قد ازدادت خلال الدقائق القليلة الماضية كنا قد وصلنا إلى رقم سبعة شهداء فقط في بضع ساعات من ساعات النهار مع عدد آخر من المصابين مع بعض التقارير أيضا التي كانت تشيره إلى إعطاب بعض الآليات أو الجبات العسكرية الإسرائيلية التي نفذت عمليات التوغل وهذه هي الصورة عن يسار الشاشة نتحدث بعيدا عن ما يجري في يمين الشاشة من مستوى تصعيد كبير للغاية على مستوى القصف على مستوى استخدام المسايرات حتى وهي كانت حاضرة في مدينة وفي مخيم جينين خلال الأيام الثلاثة المنقضية لكن ما يجري في جينين أيضا يقول بأنه وما يقاس عليه كذلك ما كانت تقول هدانة من عمليات التصعيد والتحرشات المستمرة من جانب المستوطنين مع شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى وكأن كل الانتقادات التي سيقت في حق الحكومة الإسرائيلية بأنها هي التي أججت موجة العنف هذه عبر سلسلة الاستفزازات في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة تكرر وبصورة نمطية تقريبا في هذه وربما كان هذا التساؤل الموجود دائما أحمد عند بداية هذه الحرب هل تقوم إسرائيل أو هل يقوم نتنياهو بفتح أكثر من جبهة عليه في هذا التوقيت تحديدا ولذلك تخرج الآن الكثير من التصريحات من الداخل الإسرائيلي وحتى من داخل هذه الحكومة حكومة نتنياهو وتنتقد أنه يفتح على إسرائيل أكثر من جبهة في هذا الوقت الذي تعاني منه إسرائيل من العديد من المشاكل حتى أن استطلاعات الرأي تقول أن أكثر من 70% من الإسرائيليين لا يؤيدون أن يظل نتنياهو في الحكم أو في رئاسة المزراء إذن هو التصعيد مستمر على مناطق متفرقة الصورة تأتينا من يمين الشاشة من جينين حيث يستمر القصف الإسرائيلي على جينينين وحقيقة آية يبدو القصف أصبح أكثر كفافة لأن موجة الدخان الأسود المتصاعد الآن تتصاعد بالفعل وتتزايد خلال هذه اللحظات ما يعني أن هناك تصعيدا إسرائيليا جاريا الآن في الضفة الغربية وتحديدا في مدينة جينين ومخيمها على أية حالة دكتور أحمد جبريل مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني ينضم إلينا الآن دكتور جبريل أهلا وسهلا بك سأبدأ بما نشاهده الآن في الصورة التي قد يختلط على بعض المشاهدين أن يتعرفوا عليها ما إذا كانت في غزة أم في الضفة الغربية وتحديدا في جينين في جينين سأبدأ مع حضرتك هل لديكم إحصاء بعدد الشهداء نهائي بعدد الشهداء والمصابين جراء موجة التوغلات الإسرائيلية الأخيرة هناك يعني لأسف الشديد أنا أتحدث معك من جينين الوضع في جينين صعب جدا المخيم محاصر بشكل كامل الاتهداف لا زال مستمر مما يؤدي إلى ارتفاع في حصيلة الشهداء وذلك بسبب وجود إصابات خطرة ووصلت إلى المستشفيات أيضا هناك إصابات داخل المخيم لم نستطع الدخول إليها لكن هناك فرق ميدانية تحاول قدر المستطاع مساعدة هؤلاء المصابين وإسعافهم ولكن جيش الاحتلال يمنع معلش دكتور أحمد عدم التمكن من الدخول هذا لأن هناك من يحول بين وصول فرقهم ولا القصف أعنف بكثير من أن يسمح معه بدخول سيارات الإسعاف صحيح جيش الاحتلال يمنع بشكل كامل دخول سيارات الإسعاف إلى المخيم المخيم محاصر بشكل كامل إضافة إلى أن جيش الاحتلال قام بتخريب البنية التحتية في المخيم يصعب دخول سيارات الإسعاف إلى المخيم ولذلك يتم الاستعانة بالفرق لإسعاف الميدانيين لتقديم الإسعاف اللازم لكن الوضع لازال خطر جدا في الجنين ونحن نتحدث عن شيء أخطر وهو أن الدخول كان في خطرة ساعات الصباح الكل يعلم أن طلاب المدارس كانوا داخل المدارس ولا زالوا داخل المدارس وهذا ما يؤدي إلى تخوف من تعرض إلى أحد المدارس الأطفال داخل المدارس الطلاب لازالوا على مقاعد الدراسة ولا زالوا الاكتحام للمخيم مستمر عدد الشهداء بيرتفاع بشكل مستمر والإصابات مرتفع أيضا سيارات الإسعاف تم الاعتداء عليها تم إطلاق الرصاص بشكل مباشر على سيارة إسعاف أدى إلى إصابة ضابط الإسعاف تعمل لدى جمعية الإلال الأحمر برصاص حي في منطقة الظهر خرجت من البطن لازال وضعها خطر في المستشفى هناك أيضا إصابة لصائق إسعاف في يد شضية كل شيء مستهدف أيضا سيارات الإسعاف يتم تفقيدها وإعاقتها بما يقارب نصف على كل سيارة تتحرك في محيط المخيم يتم تفتيشها بشكل دقيق ولا تدع على الصواقم بشكل همجية وبألفاظ سيئة دكتور أحمد هو أصلا هل لديهم في جنين بأي احتياجات معيشية تكفيهم في هذه الفترة حتى؟ يعني الوضع في جنين الكل يعلم أن جنين تتعرض إلى هجمه منذ ما يقارب عام ونصف البنية التحتية داخل المخيم مضمرة بشكل كامل كلما أعيد تأهيل المخيم يكون جيش الاحتلال بالدخول إلى المخيم وتخريب البنية التحتية نتحدث عن استهداف بالقصف في المخيم اليوم تم استهداف أربعة مواطنين في المخيم بطائرة انتحارية ما أدى إلى استشهادهم بشكل مباشر هناك تفحم لبعض الحالات هناك طهية أشلاء من بعض هؤلاء الشهداء للأسف الشديدة كل هذا يحدث في مخيم مساحته كيلو متر مربع فقط دكتور أحمد الحديث عن أن هناك ما توصف بجرائم الحرب وفق ما تقوله القوانين الدولية الحيلولة دون وصول فرق الإسعاف إلى الجرحة والمصابين هذا يصنف باعتباره جريمة حرب هل لديكم أي تواصل مع الهلال والصليب الأحمر الدوليين هل لديكم تواصل مع أي من المنظمات الدولية للإشارة إلى ما يبدو سلوكا إسرائيليا ممنهجا في الضفة وفي قطاع غزة على السواء بالتأكيد نحن نتحدث عن المنظمات الدولية ونحن كهيلال أحمر جزء من هذه المنظمات الدولية ولدينا اعتراف بالشارة ولدينا قوانين وأنظم تنظم عملنا الكل على ما أن اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني يحرم الاعتداء على الصواقم الطبية ويسمح لهم بحرية العمل وكذلك المستشفيات ولكن جيش الاحتلال لا يابع إلى هذه الكوانين على مدار عوام هناك حالة ماتل حالات من الانتهاكات بحرية العمل الطبية هناك شهداء هناك إصابات هناك إخراج سيارات عن الخدمة بشكل كامل بسبب القصد كما حدث في غزة دكتور أحمد الأخبار منذ قليل كانت تقول أن الاحتلال لا يزال يغلق الشرع الرئيسي المؤدي إلى المستشفى الحكومي في جنين هل لا يزال هذا قائما؟ نعم صحيح المستشفى الحكومي بشكل كامل هناك حاطة لهذا المستشفى يمنع دخول سيارات الإسعاف إلى المستشفى إلا في حالة تفتيش دقيق إذا تمكن الطاقة من الوصول إلى المنطقة نحن نستعين بالمستشفيات الأخرى الآن من أجل سرعة الوصول إلى الإصابات وإيصالها إلى المستشفى ولكن كذلك الأمر في محيث المنطقة بشكل كامل أي سيارة إسعافية تم إيقافها من قبل جيش الاحتلال وتفتيشها بشكل دقيق قبل قليل تمكننا من الوصول إلى شهيد في منطقة تعانين وابعيد عن المخيم وأثناء نقله تم إيقاف سيارة الإسعاف ما يقارب 10 دقائق وتفتيشها بشكل كامل من قبل جيش الاحتلال وبعدها تم استمح لها بالوصول إلى مستشفى ابنتين دكتور أحمد الحديث عن كل ما يجري الآن في جنين وأقولها من واقع خبراتك السابقة على الأقل هل تقول بأن هذا مقدمة لتصعيد أكبر إسرائيلي على مستوى الاستهدافات على مستوى التضييق على فرق الإسعاف أقول من واقع الخبرات السابقة كما عهدتها في الضفة وفي جنين تحديدا يعني جيش الاحتلال يمارس هذه الاعتداءات بحق الطواقم الصبية على مدار أعوام كثيرة نحن نتحدث منذ عشرين عاما قبل هذا قام بقصف سيارة إسعاف داخل مخيم جنين استشهد على طرح مدير الإسعاف والطوارئ في مركز زلال أحمر بجنين نتيجة قصفه بصاروخ أدى إلى احتراق السيارة بشكل كامل تشهد الطبيب الدكتور خليل إسلمان وأصيب اثنين من الطاكم لا زالوا في حالة حروق شديدة وهذه استمرت إلى عوام أخرى وكل يوم هناك انتهاك لقوات الاحتلال للطواقم الصبية ولكن نتحدث بعد 7 أكتوبر زادت الانتهاكات والاعتداءات بحق الطواقم الصبية يتعامل معنا جيش الاحتلال بعنجهية وبالتهداف بشكل مباشر كل الضفة الغربية اليوم هي مكفعة وصال على حواجز الاحتلال يقوم جيش الاحتلال بإهانة والاعتداء على الطواقم الطبية كل هذه الانتهاكات مسجلة بشكل كامل لدى المنظمات الدولية ولكن للأسف الشديد لا ينجد لجيش الاحتلال من اهداف هذه الطواقم دكتور احمد هل القصف الان في هذه الاثناء هو مكثف على مخيم جنين بالتأكيد هناك قصف هناك اطلاق ربطة يعني على المخيم تحديدا على المخيم المنطقة المحاصرة هي مخيم جنين يتم اخراج الشهداء بطريقة النقل الميداني من خلال الفرق الميدانية التي تعمل داخل المخيم ايضا هناك اناس لا زالوا محاصرين يعني نتحدث عن متطوعين لدينا عيادة متنقلة في داخل المخيم من اجل تقديم العناية الصبية للمرضى في داخل المخيم هي الان محاصرة ولا نستطيع اخراجها الى الان من داخل المخيم المخيم بشكل كامل محاصر ويتم استهدافه بالقنابل وبالصواريخ وبالطائرات الانتحارية التي يستخدمها جيش الاحتلال مؤخرا هذه الطائرات التي تسبب قتل لمن يتم الاستهداف بها يعني هناك اخر فترة الشهداء في مخيم جنين اغلبهم من طائرات انتحارية استخدموا جيش الاحتلال في داخل هذا المخيم الذي هو بالاصر كثافة سكانية في مساحة كيلو متر مربع شكرا جزيلا لك الدكتور احمد جبريل مدير مرفق اسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني هذه ربما بعض اللقطات كما نتابعها وكثافة الدخان عن الصورة التي تظهر من مخيم جنين عن اقصى يمين الشاشة في الجانب العلوي منها هذه غزة اذا وقلنا لحضراتكم ان الصورة قد تبدو ملبسة في اوقات كثيرة بالنسبة للكثيرين لانه ما جرى في جنين على مدار ساعتين متتاليتين لا تبدو فيه الصورة مختلفة تماما عما يجري في غزة هذا المستوى من التصعيد الاسرائيلي هذه الكثافة غير المسبوقة ربما في ساعات النهار التي تقوم بها طائرات الاحتلال الاسرائيلي في مدن ومحافظات قطاع غزة المختلفة في مخيماتها وفي اكثر من موضوع حتى الجنوب الذي كان يفترض انه وفق الرواية الاسرائيلية هو الاكثر امنا وهو الذي يتعين على الراغبين في ان يلوذوا بالفرار ان يأمنوا على انفسهم وعلى حياتهم في مناطق الجنوب او جنوب وادي غزة كما تعرف او تصنف هذه المناطق في حد ذاتها ايضا لم تكن بعيدة بحال من الاحوال عن التصعيد الاسرائيلي بين قوسين هو ايضا غير المسبوقة على مدار ساعات هذا اليوم الان احمد ايضا نستقبل الدكتور وسام بكر مدير مستشفى جنين الحكومي دكتور اهلا بك معنا الاخبار كانت تقول منذ قليل ان قوات الاحتلال تقطع الطريق على من يريد الوصول الى مستشفى جنين الحكومي هل هذا صحيح وما التفاصيل الان دكتور هل تسمعني اعيد عليك السؤال مرة اخرى الاخبار كانت تقول ان قوات الاحتلال تقطع الطريق على من يريد الوصول الى مستشفى جنين الحكومي هل هذا صحيح وما الذي يحدث الان دكتور وسام هل تسمعني طيب يبدو ان هناك مشكلة في التواصل مع دكتور وسام بكر وهو مدير مستشفى جنين الحكومي على اي حال سنعاود التواصل معه مرة اخرى ولكن في هذه الاثناء نشاهد هذه اللقطات الحية التي تأتينا الان من قطاع غزة احمد لا تبدو الصورة واضحة من كثرة السنة الدخان التي تتصاعد ثم ننتقل بالصورة مرة اخرى الى جنين وتصاعد كذلك لدخان الاسود وهذا القصف الاسرائيلي المتواصل الاخبار كانت تقول ان مخيم جنين تحديدا هو محاصر بالكامل عدد الشهداء ربما يصل الى 14 شهيد حتى الان وكذلك عدد او 8 شهداء عفوا وعدد المصابين ربما يتعدى 18 مصابا كانت هذا اخر ما قالته لنا مراسلتنا من الضفة الغربية منذ قليل ولكن كما نجاهد في هذه الصور القصف الاسرائيلي متواصل العنف الاسرائيلي متواصل على جنين تحديدا مدير مرفق اسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني كان معنا منذ قليل وكان يحدثنا عن صعوبة الاوضاع حتى سيارات الاسعاف كانت تستهدف عند محاولتها الوصول لنقل المصابين وكان هناك عملية حصار كاملة للمخيم تحديدا الاوضاع على سيارات الاسعاف هو اشار حتى الى ان ضابطة اسعاف كانت في سيارة اسعاف وتلقت رصاصة وهي لا تزال حالتها حرجة حتى هذه اللحظة ليس الامر فقط يتوقف عند حدود الحيلولة دون وصول سيارات الاسعاف الى الجرحة والمصابين لكن حتى الاستهداف المباشر العمدي بالرصاص والاستهداف كما يبدو في جنين في اكثر من موضع اكثر من منطقة تعرضت القصف فضلا عن محاولات صد التواغلات البرية كما تأتي عن يسار الشاشة في الجانب العلوي منها وهذه اللقطات كانت قبل قليل لمحاولة بعض الشبان الفلسطينيين منع تواغلات كانت تقوم بها الاليات الاسرائيلية والجبات التي كانت قد حاولت او بالفعل اقتحمت ودخلت مخيم جنين منذ ساعات الصباح تولى هذا اليوم كذلك احمد كان يقول مدير فرق او مرفق اسعاف الهلال الاحمر الفلسطينية ان فرق ميدانية تحاول الوصول قدر المستطاع لمحاولة انقاذ الوضع او انقاذ المصابين ونقلهم الى المستشفيات حتى انه كان يقول لي ان المستشفى الحكومي كانت قوات الاحتلال تقطع الطريق على من يريد ان يصل اليها وهنا يعود الينا مرة اخرى الدكتور وسام بكر مدير مستشفى جنين الحكومي دكتور هل تسمعوني الان؟ ما الذي يحدث الان؟ يعني ما زالت قوات الاحتلال تحاصر المستشفى وتمنع وصول تيارات الاسعاف والحركة من المستشفى خارجها بلغ عدد الشهداء حتى هذه اللحظة 9 شهداء و16 جريح هذه الاسعافات في حالة الخطر هناك استهداف ليطقم الاسعاف بشكل مباشر هناك ضابطة اسعاف تم يصابتها برصات في الظهر هناك استهداف للصحافيين احد الصحافيين استهدفت ايضا بشضايا في القدم حقيقة الوضع ما زال في مرحلة التصعيد وهناك ما زالنا نسمع صوات الانفجارات واطلاق النار في محيط المستشفى دكتور وسام الحديث عن ان فرق الاسعاف ممنوعة تقريبا بشكل عمدي من الوصول الى الجرحة والمصابين ما الالية التي يتم من خلالها ايصال الجرحة والمصابين او حتى الشهداء الذين يحتاجون الى المكوث في مبردات حفظ الموتى لديكم يعني حاليا نحن كانوا مستشفى جنين منذ تقريبا اكثر من ساعتين لم يصلنا اي اصابة ولم نستطع اخراج اي مصاب من المستشفى بسبب وجود قوات الاحتلال على مدخل المستشفى وتهديدها للسيارات الاسعاف بتحمل مسؤولية اي حركة يعني حتى هناك محاولات لمنع الوصول من على بوابات المستشفى من عند مدخلها هناك طبما تهديدهم وطلبوا منهم لسيارة احد سيارات الهلال بان فقط الصليب الاحمر هو المسموع له بالحركة علما انه لا يوجد في جنين اي سيارات للصليب الاحمر الموجود عندنا هو الهلال الاحمر طبعا يعني هناك بعض المستشفى جنين هو محوص سيارة بسبب وجوده قريب من المخيم لكن للساعة في رات الاسعاف استطاع تنقل بعض المصابين الى مستشفيات ابن سينة والرازي الموجودة ضمن المحافظة دكتور اصلا كيف يبدو اوضاع المستشفى هل لديكم مستلزمات طبية وادوات طبية كافية وما الى ذلك يعني حتى هذه اللحظة احنا من ناحية المستلزمات والمستهلكات موجودة واحنا يعني قد جهزنا المستشفى لمواجهة مثل هكذا اجتحاد وحتى لو كانت طويلة يعني لدينا من المستلزمات واحنا بتواصل مع وزارة الصحة لدعمنا في المزيد لكن ما يشده المستشفى الان من وضع التثنية والاقتضاء الموجود بسبب خسار المستشفى من المراجعين ومن الطلاب التمريض والطيب المتوجدين واثلا يوم اعتيادي كانوا في المستشفى فتشير الان كوريدرات المستشفى مليئة بالمراجعين وفي المواطنين وبعض ايضا اللاجئين من المخيم بسبب القصف الموجود هناك دكتور اسام هذا هو اعلى مستوى من التصعيد او الحصيل الاعلى خلال يوم واحد على مدار ايام التصعيد الاسرائيلي على الضفة الغربية حالات الاصابة هل بدت لك مختلفة عما كان حاصلا في اوقات التصعيد الاسرائيلي على مدن الضفة وعلى جنين تحديدا يعني احنا بالاجتحات الاخيرة بدأ استخدام واسع للطائرات والصواريخ لاستخدامها باتجاه المخيم واتجاه مدينة الجنين فنجد جزء من هذه الاصابات نتيجة قصف الصاروخي طبعا تأتينا بطريقة يعني اصابات بليغة جدا ومتعددة والشهداء يأتون ايضا يعني بصعوبة التعرف عليهم بعضا بيكون عبارة عن اشلاح وضياء لملامح الشهيد بسبب شدة القصف دكتور وسام في ظل استهداف حتى سيارات الاسعاف واعاقة وصول التواقم الطبية وما الى ذلك لا احد حتى الان يصل الى المصابين لا هناك كما استفدت يعني احنا كمستشفى جنين هو من المستشفى هو محاصر لكن بامكان الوصول الى ما استطاعت سيارات الاسعاف الوصول الى بعض المصابين نقلهم الى مستشفيات اخرى لكن هناك عدم قدرة لدخول المخيم بسبب تجريف الطرقات يعني شلال الاشعاف الماضية كانت قوات احتلال عند كل استحام تكون بتجريف الطرق والمداخل لمنع حركة السيارات نعم الدخول الى المخيم امر صعب جدا جدا يعني هذا يمكن للسيارات الدخول اليه كذلك القصف الذي يبدو واضحا لدينا الان هو كذلك قصف مكثف من قبل قوات الاحتلال على جنين بشكرك شكرا جزيلا الدكتور وسام بكر مدير مستشفى جنين الحكومي شكرا لك على هذه التفاصيل وكما نشاهد احمد ونتابع في هذه الصورة التي تأتينا تحديدا من يمين او الان تأتينا في الصورة كاملة قصف اسرائيلي مكثف على جنين حتى كما يقول المسؤولون الطبيون ان سيارات الاسعاف لا تستطيع ان تقوم بعملها لان قوات الاحتلال تستهدفها وتمنع حتى الوصول الى المستشفى الحكومي هو اللافت للغاية مما كان يتحدث به الدكتور وسام بكر قبل قليل ونحن نستمع للصوت الطبيعي الان الاتي من مخيم جنين انه حتى الاصابات التي تأتي وكأنها وفق السنة الاسرائيلية في القصف تشوهات كبيرة ربما في بعض الاحيان يتعذر على الاطفل الطبيعي ان تستكشف طبيعة الوجه من فرط التشوهات التي اصابته جراء قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي ومخيم جنين هو بالمناسبة اقل من كيلو متر مربع واحد هذه بقعة جغرافية اشارة المساحة فيها كافية تماما للدلالة عن ضآلة حجم على المستوى الجغرافي بطبيعة الحال قلة الحجم وقتغضها كذلك بالسوق ما يحدث في المخيم لكن اللافت ايضا اي ان مستوى القصف او مستوى بعاث الدخان الاسود الذي يشير الى ديمومة القصف واستمراريته تقول ايضا بان هذا القصف لم يتوقف او لم تقل وطيرته حتى هذه اللحظة في مخيم جنين نضال عبيدي رئيس بلدية جنين انضم الينا الان سيد عبيدي اهلا وسهلا بك كيف يمكن فهم صورة ما يجري فيه جنين قياسا بما كان عليه الحال فيما مضى من ايام رحمة الشهداء الابراد الذين قدروا اليال الان وما زالوا يعني اه حالات خطرة جدا من الاصابات ولربما يعني يرتفع العدد الان لدينا اه تماني من الشهداء واكثر من 14 جريح ويعني طبيعة الجروح وطبيعة الاصابات يعني طبيعة خطرة وما كما ذكرت قبل قليل يعني تكاد تكون يعني يصعب معرفة اصحاء المصابون الموجودون في المستشفيات او حتى يعني في طريقهم من المستشفيات اه احنا في جنين وفي مخيم جنين نتعرض يعني تكريبا شبه يومي اه لا يعني قوات الاحتلال الاسرائيلي اللي بتيجي بتكصف وبتضرب وبتدمر البنية التحتية والشوارع ويعني اه اليوم كانت في خديعة جديدة قاموا فيها يعني بداية بدأوا بحفر الشوارع وتخريب البنية التحتية وكانت فيه هناك انسحاب وهمي للكوات الاسرائيلية وابقت بعض الكوات الداخلة داخل المخيم من كناصة ومن ناس ماجورين بتعرف اليوم اه حتى الكوات الاسرائيلية تستخدم المرتزكة تستخدم المرتزكة وتدفع لهم الاجرى للكتل وهي يعني بالاضافة للتصريح المعلن من الامريكان الروبيين في القتل المباشر الآن غزة والضفة يعني تشتعل من النيران الاسرائيلية يعني الحاصل طبيعة الكتل وطبيعة الدمار الموجود هي اصبحت يعني تركها الى مجازر دموي سيد نضال هل يمكن فهم او استساغة هذا التصعيد الاسرائيلي على الضفة بشكل عام وعلى جنين تحديدا ربما هناك حتى بعض التحفظات الفلسطينية على سلوك الضفة التي كانت ساكنة هادئة قياسا بما يجري في غزة لا فصائل تقليدية موجودة بكثافة في جنين ولا في الضفة الغربية بشكل عام لكن مستوى التصعيد الاسرائيلي الجاري بالتوازي مع ما يجري في غزة يبدو لافت للغاية نعم يا عزيزي الكوات الاسرائيلية الآن وسابقا اليوم في ازمة داخلية داخل الحكوم الاسرائيلي وداخل الاتلاف الحكوم الاسرائيلي وفي هناك سباق سباق حميم بي يعني سباق ساخن ما بين الكوى الاسرائيلية الموجودة لإثبات من يقتل أكتب ليكسب الرأي العام الاسرائيلي ليكسب رضا المستوطنين وهي يعني كانت هي داما معضلات اللي بتواجهنا الشعب الفلسطيني الناقب الاسرائيلي الآن ما بدغدغ عواطفه إلا الكتل الكتل لذلك نتنياهو معني ومعني بشكل كبير أنه يوسع الاصراع الموجود وطريقة احتدامها وطريقة الكتل الموجودة حتى يكسب الأصوات نحن الآن الكتل بالجانب الفلسطيني هو دعاية انتخابية للناخب الاسرائيلي وعلى رأسه نتنياهو وابتعرف أنه يعني في هناك الاتلاف الموجود هو اتلاف يميني متطرف ومتطرف جدا طيب سيدة أبيدي أنا أستأذنك في أن تبقى معنا سأعود إلى حضرتك خلال لحظات لكننا كما نتابع هذه الصورة على الهواء مباشرة لا تنسى لتوقف أيضا قليلا مع بعض اللقطات التي كانت قد وردتنا هي بعض مقاطع الفيديو التي نشاهد فيها سيارات الإسعاف أو سيارة إسعاف من تلك التي تيسر لها أن تصل إلى بعض مواقع الاشتباكات النقل الجرحة وهذا ربما يجسد صورة اشتباكات آية الجارية نتابع أصوات بعض سكان المخيم الذين يوثقون لحظات مجابهة بعض الشبان الفلسطينيين باستخدامه كما أشرنا ورده وين في بيت لعصات أخب بذروب سراءة هو الرجل يتحدث عن أصوات القصف لكن هذا صوت الأسلحة المتوسطة والخفيفة التي تفتحد من جانب الشبان الفلسطينيين في مخيم الجينين ردا على التوغلات الإسرائيلية التي كنا نتابع جانبا ويعود مرة أخرى أو تعود صورة الدخان الكثيف والسنة الدخان التي تلصاعد أحمد نتيجة هذا القصف الإسرائيلي العنيف على جنين ومخيط المخيم تحديدا حتى منذ قليل كان هناك أخبار تقول أن قصف صاروخ كثيف من الطائرات الإسرائيلية على أكثر من موقع في مدينة جنين ومع حضراتكم هذه الألية الإسرائيلية التي تمر على ما يكون عقلك جنب أيضا ومع حضراتكم بعدها إحدى الجبات العسكرية التي دخلت أيضا الجبات الإسرائيلية التي دخلت إلى مخيم جنين والأمر بدى واضحا أنه أقرب إلى العملية الممنهاجة وهذا قصف آخر وانبعاث الدخان الأبيض الكثيف يخشى حقيقة كما يخشى الفلسطينيون أن يكون الأمر مقدمة لعملية أوسع نطاقا وإن كانت العملية على ما توصف بمحدوديتها في مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة هي حصدت عددا كبيرا من الشهداء جاوز ما يزيد على مائة وستين شهيدا فقط في بضعة يحية نعود مرة أخرى ونرى هذه اللقطات التي أتتنا وتعرض لما حدث منذ قليل في جنين وفي مخيمها ومحيط المخيم أيضا ولكن لمزيد أيضا من التفاصيل التي قمنا نتحدث عنها نعود إلى السيد نبال عبيدي وهو رئيس بندية جنين سيد عبيدي هو ما الذي حدث منذ الصباح هل حدثت اقتحامات إسرائيلية ثم تلاها هذه الاشتباكات أم ما الذي حدث اقتحام تدريبي وكالمعتاد نحن معتادين على تكريبا بشبه يومي كان هناك اقتحامات لجنين ومخيم جنين لكن اللي حصل اليوم هو اقتحام وخروج وهمي وانسحاب وهمي من المخيم وبقيت هناك بعض الكوات الإسرائيلية من القناصة اللي بعد ساعة أو ساعتين من الاقتحام أو من الخروج من المخيم عاودت الكرة كمان مرة وبدأت الاقتحام طبعا الطيارات الاستكشافية ما زالت تجور سماء فلسطين يعني هل خرجت هذه التعزيزات الإسرائيلية ولكن بقي القناصة الإسرائيليون نعم نعم بقيت قوات إسرائيلية واضح جدا أنه بقيت قوات إسرائيلية ويعني أثناء المباغة والهجوم كان في هناك يعني مساندي لها من الكوات الخارج والآن يعني بتقدر تعتبره أنه يعني مخيم جنين ومعزول عن المتيني بسبب يعني كثافة الكوات الإسرائيلية متواجدة في كواتها في جراثاتها في الأدوات الكتالية اللي بتحيطها بالإضافة أنه يعني زي ما قلت قبل شوي أنه في هناك يعني تنافس وتنافس شديد على القتل لكي يثبت أي مسؤول إسرائيلي أنه مدى حجم القتل موجود وبالمناسبة يعني الإسرائيليين بإمكانهم أن يعني تكون في هناك تهدئة طفل وبإمكانهم يعني اللي هي تصعيد العمليات العسكري وتصعيد الجبهة الموجودة داخل وعب يعني جنين ومخيم جنين اليوم هو عنوان لعمليات الإبادة الموجودة حتى أنه يرضو الناخب الإسرائيلي والمستوطن الإسرائيلي طيب مدير المستشفى الحكومي منذ قليل كان يقول أن المستشفى محاصرة هل لديك معلومات عن المستشفيات التي تعمل يستطيع على الأقل المصابون أن يتجهوا إليها؟ مستشفى جنين الحكوم هو ملاصق يعني بداخل تقريبا المخيم جنين على أطراف المخيم جنين لكن في عنا مستشفى بن سينو ومستشفى الرازي وبعض المستشفيات المتواضعة اللي يعني متوقعش أنها تكون قادري على تلقي إصابات بالحجم الإصابات الموجودة في داخل المخيم أنا من الصبح يعني كان في عنا لقاء وأنا يعني بعثت مناشدي لجميع الهيئات الرسمية أنها تلتفت لجنين ولمخيم جنين ولمدينة جنين وحتى نحن في بلدية جنين طواقم بلدية جنين أصبحت عاجزة عن يعني حجم الكوارث الموجودة تفوق بكثير حجم إمكانيات بلدية جنين والآن أنا يعني كمان مرة بقول أن حجم المستشفيات في جنين يعني يكاد يكون لا يكفي لا يكفي لمثل هذه المجازر الموجودة جنين يعني تحت الحصار جنين تحت الرماد وجنين عمليات الإبادة وعمليات الكتل التي تعرض لها المواطنين أكثر من ما تتخيل ويعني أنا سمعت قبل شوي الأخر دكتور وسامو هو يحكي أنه فعلا حجم الإصابات وطبيعة الإصابات طبيعة خطرة ويعني تكاد تكون يعني معظمها مميتي أخيرا دكتور أخيرا سيد نضال عبيدي هذا المستوى من التصعيد الذي استتبع بعد ذلك بتوصيف حالات الإصابة بأنها غير مسبوقة وحجم التشوهات فيها قد لا يتيح التعرف على هوية أصحابها هل هذا جديد واستثنائي فيما يخص العدوان على جنين أم أن شيئا ما مماثلا حدث قبل ذلك؟ أنا بدي أحكي شغلي أنه الكوات الإسرائيلية الآن بتحاول تغير شكل المفهوم الفلسطيني شكل الوعي الفلسطيني شكل التعاطي مع المكاوة ومع الاحتلال ومع كل هاي المسائل حتى تثبت أنه يعني بدها توحي للفلسطينيين أنه الآن في طريقة مختلفة الآن في حرب مختلفة الآن الأدوات اختلفت الآن حجم القنابلة اللي بتلقيها الكوات الإسرائيلية اختلف هو يبدها يعني تفهم الإنسان الفلسطيني أنه القادم هو الأصعب والقادم هو الكتل والكاتل هو الضمار لذلك الآن نشاهد فعلا في هناك تصعيد وتصعيد واضح من الكوات الإسرائيلية بطبيعة الهجوم بطبيعة الأدوات المستخدمة أدوات الكتل المستخدمة ضد الإنسان الفلسطيني الموجود على الارض شكرا جزيلا لك نطال عبيدي رئيس بلدية جنين نحن سنتوقف قليلا الآن لنتابع هذا الجانب من لقطات وصول بعض المصابين والجرحة الذين قدر لهم أن يصلوا إلى بعض مستشفيات جنين لتلقي العلاج وهذه كما فهمنا من المتحدثين الذين كانوا معنا خلال الدقائق القليلة الماضية هذه فئة محدودة للغاية تلك التي تيسر نقلها إلى المستشفيات لأنه منذ ساعات الصباح كانت سلطات أو كان جيش الاحتلال يحول دون وصول سيارات الإسعاف أصلا بينما كان العبء الأكبر ملقى على عاتق المسعفين الميدانيين وبعض الجهود الذاتية التي من خلالها تمكن بعض الفلسطينيين في جنين من نقل مصابيهم وجرحاهم إلى المستشفى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى مستشفيات غزة أو إلى بعض المستشفيات غزة التي لا تزال قادرة على تقديم خدماتها الصحية بعدما تيقن خروج جانب من مستشفيات قطاع غزة أصلا عن الخدمة كل الفلسطينيين مستهدفون إذا إما بقصف مستعر على مدار 34 يوما مع محاولات توغل بري مخفقة حتى هذه اللحظة في قطاع غزة أو على ضوء موجة التصعيد الجارية في مدن ومحافظات ومخيمات الضفة الغربية التي كانت أخرها ما كنا نتابعه من تصعيد إسرائيلي جار في مخيم جنين وقبل ما كنا نتابعه أحمد في مخيم جنين أو في محيط المخيم كنا نتابع كذلك القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ومناطق متفرقة من قطاع غزة ولكن الآن تعود هذه الصورة ويعرض لنا الزملاء هذه المقاطع التي تأتينا مقاطع حدثت منذ قليل في جنين من استمرار هذا القصف الإسرائيلي أو هذا التوغل الإسرائيلي الذي حدث صباحا اليوم رئيس بلدية جنين كان معنا منذ قليل وكان يقول أن قوات الاحتلال دخلت المخيم ودخلت جنين ولكنها انسحبت وعلى ما يبدو أنه كان انسحاب كاذب لأن كان هناك العديد من القناصين الإسرائيليين المتواجدين وحدثت بعدها هذه الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية ومن ثم كما رأينا في الصورة المباشرة زاد هذا القصف الإسرائيلي العنيف الذي أودى حتى الآن حسب الأرقام الرسمية بسقوط 9 شهداء وأكثر من 16 جريح كما يقول مدير مستشفى جنين الحكومي أن أغلب الإصابات هي إصابات صعبة للغاية بإصابات تذهب إلى التشوه حتى لا يستطيع أحد التعرف على المصاب وهذا ما كنا نتحدث عنه منذ قليل وهو استمرار جيش الاحتلال لإستخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليا ونهيك طبعا عن الفسخور الأبيض الذي يستخدمه في قطاع غزة منذ أيام أو منذ تقريبا بداية هذا العدوان الإسرائيلي هي عمليات التواغل البرية في جنين عليها تحال عملية محفوفة بالمخاطر ولجيش الاحتلال الإستخدامي خبرات متراكمة كانت حدث هذا الصوت يبدو واضح تماما لحجم القصف الذي يستهدف من خلاله المدنيون في مخيم الجنين نعيد التذكرة من جديد بأن هذا المخيم محدود المساحة للغاية مقتض بآلاف السكان المدنيون في أغلب الأحوال لا وجود فصائلي لا وجود فعلي لمقاومة منتمية لفصائل فلسطينية تقليدية وإنما بعض المستقلين بعض غير المفصائليين الذين كانت بينهم وبين قوات جيش الاحتلال منواشات واشتباكات بالأحرى على مدار الأشهر الخليلة الماضية التي كنا نشير إلى صعوبة عملية الاختحامات والتواغلات البرية المباشرة من جانب آليات الاحتلال الإسرائيلي لأن التعامل معها كان مكلفا للغاية وحتى شهرين ماضيين كانت استهداف إحدى الجبات العسكرية الإسرائيلية التي كانت بمثابة الانتكاسة الكبرى كما وصفت في وسائل الإعلام الإسرائيلية لأن العملية بأكملها جرى إرجاؤها بعد هذا الاستهداف أحمد نريد أن ننوه إلى أن القصف يشتد الآن كما تبدو من هذه الصور من ألسانة الدخان التي تتصاعد هذا الدخان الأسود الذي لا يفارق سماء جنين وكذلك من الأصوات التي تريدنا بين الحين والآخر القصف الإسرائيلي يشتد على جنين الأوضاع صعبة للغاية حتى المستشفيات أو المستشفى الحكومي تحديدا هي محاصرة استهداف للأطقم الطبية استهداف لمركبات الإسعاف فلا يستطيع حتى كما نسمع إذن تتعالى الآن أصوات هذا القصف المدفعي الإسرائيلي ويبدو أن هناك أصوات أيضا لتبادل إطلاق النار ما بين الفينة وأخرى كنا قد أشرنا وتابعنا حتى في الصور التي أرضت قبل قليل لمحاولة التعامل مع محاولة الاقتحام لمخيم الجنين عبر مجموعة من الشبان الفلسطينيين الذين كانوا يمسكون ببعض الأسلحة النصفة أوتوماتيكية وبعض الأسلحة المتوسطة إلى الأسلحة الخفيفة في محاولة لصد عمليات أو محاولة الاقتحام التي كان يتحدث رئيس بلدية جنين قبل قليل بأنها انسحبت بعد ذلك الأليات الإسرائيلية لكنها أفقت على بعض قنصتها الذين يقول أن الجانب الأكبر أو الاحتمال الأكبر أن لا يكونوا أصلا إسرائيليين لكنهم من المرتزقة الذين جرى تجنيدهم لمثل هذا الغرض سنتابع مستجدات ما يجري تماما كما لن يفوتنا ما نتابعه كذلك في قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق الذي يجري اليوم وكأن هناك شيئا ما يدور ربما على الأقل وفق ما يدور في مخيلة وفي أدهان صانع القرار في الحكومة الإسرائيلية موجة تصعيد غير مسبوقة تابعناها ولازلنا نتابعها وسنتوقف أيضا مع جبهة جديدة هي الجبهة الشمالية في إسرائيل على الحدود مع لبنان فادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن جيش الاحتلال استهدف بلدات في جنوب لبنان بالقصف المدفعي والقبائف الحارقة كما أضافت أن حرائق نشبت في بلد تيراميا وعيدة الشعب مع قصف الاحتلال لبلد تيراميش وبيت ليف وأشارت الوكالة إلى أن طيران جيش الاحتلال قام بالتحليق صباح اليوم في جنوب البلاد فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق حتى مدينة صور وفوق مجرى نهر اليطاني أحمد سنجاب مرسلنا على الهواء مباشرة ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت أحمد ماذا في خارطة التصعيد الجاري عند النطاقات المختلفة للحدود الجنوبية اللبنانية كنا تابعنا ما أوردته وسائل إعلام لبنانية عن استهداف حبيبيب في القطاع الأوسط عند الحدود والآن ربما أصبع الجليل كذلك جرى استهدافه ما الذي يدور هناك نعم تحيتي لكم في البداية هناك بالفعل تصعيد في القطاع الغربي والقطاع الأوسط من الحدود الجنوبية اللبنانية هناك قصف إسرائيلي مقسف ربما عدد الصواريخ التي اتقف على الأراضي اللبنانية تجاوزت الأربعين صاروخا في مناطق متفرقة في القطاعين الغربي والقطاع الأوسط وتخديد المناطق رميش وعيد الشعب وأيضا مناطق رمية وعدد من المناطق الأخرى التي تم استهدافها بالقصف الصاروخي وأيضا هناك صاروخ غرج من الأراضي اللبنانية باتجاه قاعدة إسرائيلية في منطقة زرعيد مما أدى إلى اشتعال النيران في هذه المنطقة واستطاع سكان المناطق الحدودية أو الباقين من سكان المناطق الحدودية في الجنوب أن يروا لسنة الليلة تتصعب هذه القاعدة وما أدى إلى معاودة تقرى مرة أخرى بقصف إسرائيلي مكسف على قول الحدود اللبنانية الجنوبية وتحديدا القطاعين الغربي والقطاع الأوسط أيضا طائرات الاسطلاع الإسرائيلية تحلق في سماء الجنوب اللبناني ووصلت بعض الطائرات الاسطلاع اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت حيثه حلقت لعدة دقائق فوق العاصمة اللبنانية بيروت قبل أن تعود مرة أخرى إلى الجنوب اللبناني وسط نخاوف من تصعيد هذه المواجهات في الجنوب اللبناني خلال الساعات المقبلة أحمد حدود هذا التصعيد مختلف عن ما جرى خلال الأيام الماضية خلال الأسابيع القليلة الماضية لأنه حتى نفس النطقات بنفس المدن والبلدات التي كانت حاضرة في موجات التصعيد هي نفسها تقريبا التي تستعرضها ريت الشعب علم الشعب بعض المناطق حتى في مزارع شبعة هي نفسها تقريبا ما الذي اختلف في هذا اليوم عما كان حاضرا في الأيام والأسابيع الماضية المختلف بالتصعيد على مدار الأيام الثلاثة الماضية هي نوعية الأسلحة المستخدمة سواء من الجانب اللبناني أو أيضا من الجانب الإسرائيلي وأيضا مناطق الاستهداف سواء في الجانب اللبناني وأيضا في الجانب الإسرائيلي مناطق الاستهداف باتت أقرب لمساكن المدنيين من قبل إسرائيل في الجنوب اللبناني وهو ربما أدت إلى نقطة تحول رئيسية في المواجهات على طول الخدود الجنوبية اللبنانية قبل قرابة ثلاثة أيام حينما تم استهداف سيارة مدنية واستشهد ثلاثة أطفال وأيضا سيدة كانت في هذه السيارة فهذه الحادثة هي نقطة تحول في الصراع أو في التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي بالأمس أيضا المقاومة الإسلامية في لبنان اعلنت استهداف تمركزين للجنود وهذه هي المرة الأولى التي يتم استهدافها تمركزات مباشرة بأسلحة مباشرة لهذه التمركزات وأيضا الجانب الإسرائيلي رد بقزائف عنيفة خرجت عن إطار قواعد الاشتباك المتعارف عليها خلال الأسابيع الماضية من المواجهات على الحدود الجنوبية نستطيع أن نقول أنه خلال الأيام الثلاثة الأخيرة هناك قواعد جديدة للاشتباك بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي تفرض على أرض الواقع سواء في دائرة الاستهداف التي كانت لا تتجاوز 7 كم من الحدود أو حتى فيها الأسلحة المواجهة يقود إلى السؤال حول ما إذا كانت المساحات التي تم إخلاؤها أو المواطنين اللبنانيين الذين جرى إجلاؤهم هل اختلفت وطيرة هذا الإجلاء؟ هل هناك نية لتوسيع نطاق القرى التي سيتم إجلاء بعض سكانها؟ بالتأكيد هناك العديد من المواطنين الذين غادروا مناطق عديدة فيها الجنوب اللبناني حتى خارج المناطق التي درك لالاشتباكات على مدار الأسابيع الماضية نتحدث الآن عن أكثر من 45 ألف نازح من الجنوب اللبناني ولتزال ما يمكن أن نسميه حربا فيها الجنوب اللبنانية لتزال دائرة الحرب محصورة بالمدن أو بالشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل هذا العدد 45 ألف نازح من هذه المناطق وعدد كبير جدا رفطا لحجم الاستيعابي لمدن الجنوب اللبناني نعم هناك العديد من مراكز الإيواء ولكن مراكز الإيواء غير قادرة حتى الآن على استيعاب هذه الأعداد هناك مواطنين تبرعوا بأماكنهم وطرعوا بأماكن إقامة لعدد من النازحين من المناطق الحدودية هناك أيضا من نزح إلى العصمة اللبنانية بيروت أو مدينة صيدة عصمة الجنوب اللبناني ولكن هناك مخاوف من تمدد أو زيادة الضغط من قبل النازحين بحال تمدد المواجهات المفتوحة والمباشرة بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة وهناك زيارة هامة لمبخوص أو موفد أمريكي من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى لبنان قبل يومين وربما الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو الحديث عن نقطة التحول الرئيسية التي حدثت في المواجهات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على مركول الهدود خلال الأيام الماضية وما عقب من حالات نزوخ واستهداف للمدنيين لأن هذه الأمور في حال تطورها ستكون هناك أزمة كبيرة بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي منفصلة عما يحدث في غزة قد نتوقف عند سلوك أو مساعي حوكستين أحمد لكن أنت أشرت إلى اختلاف شكل الأسلحة المستخدم من الجانبين هل كان الأمر مرتبط فقط بالأسلحة المستخدمة من الجانب الإسرائيلي المسيرات وما تحمله التي تدخل إلى بعض النطاقات أو القطاعات في الحدود مع لبنان أم أن الأمر كذلك كان مرتبط حتى بردات الفعل من الجانب اللبناني على مستوى الأسلحة المستخدمة أسأل بالتأكيد كان مرتبط أيضا بردات الفعل من الجانب اللبناني الجانب اللبناني والمحاومة الإسلامية في لبنان استخدمت ولأول مرة هذا الأسبوع المسيرات التي تحمل كميات كبيرة من المتفجرات واستهدفت بها عدد من الأهداف داخل وحدات عسكرية إسرائيلية أيضا كانت كتاب القسام قد أعلنت أنها أطلقت من الأراضي اللبنانية أكثر من 16 صاروقا استهدفت إحدى المستعمرات الإسرائيلية وأحدثت هذه الصواريخ إصابات بالغة لأن هذه الصواريخ لم تستخدم من قبل فيها المواجهات على القدود اللبنانية الجنوبية أيضا استخدام الأسلحة المباشرة واستهداف الجنود عن بعد هذا الأمر أيضا لم يكن معتادا في المواجهات على مدار الأسابيع الماضية أو وفقا لقواعد الاشتباك السابقة وبالتالي قواعد الاشتباك الموجودة على الأرض حاليا هي تفرض أسلحة جديدة وتفرض نطقات جديدة واستهدافات جديدة سواء من الجانب اللبناني أو الجانب الإسرائيلي أحمد كنت استوقفتك عند زيارة المبعوث الأمريكي إلى لبنان ومحاولة تبريد الأجواء إذا جازت تعبير أو احتواء موجة التصعيد عند هذا الحد وفقط مع جولة أيضا قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيل بميقات نعم في الزيارة للمبعوث الأمريكي أحمد سوكشتين إلى العاصمة اللبنانية بيروت هي زيارة مفاجئة وجاءت في أعقاب استهداف إسرائيلي للسيارة المدنية التي كانت تقل عدد من المدنيين وأدى إلى استشهاد ثلاثة من الأطفال وأيضا سيدة وإصابة سيدة أخرى بجروح خطيرة أيضا استهداف سيارة تضم مسعفين مما أدى إلى إصابة أربع مسعفين هذا الأمر كان كفيلا باشتعال الجبهة اللبنانية الجنوبية وبالتالي تزامن هذا الأمر وهذا التصعيد غير المسبوك في زيارة سريعة للمبعوث الأمريكي الذي التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ورئيس مجلس النواب اللبناني وأيضا قائد الجيش اللبناني وعدد من المسؤولين اللبنانيين في زيارة استمرت بيوم واحد فقط الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو إرسال رسالة أمريكية تقول أنها لا تريد للبنان أن يدخل في حرب مفتوحة ومواجهات مفتوحة مع الجانب الإسرائيلي كما أيضا أن أمريكا تدعو إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس أمن الدولي عام 2006 وهو القرار 1101 والقصد وقت إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على طول الحدود المشتركة بينهما فبالتالي أيضا كان هناك رسالة مهمة وهي تقديم التعازي من قبل الإدارة الأمريكية في وفاة المدنيين على الحدود اللبنانية الجنوبية وهذه كانت رسالة رئيسية ورسالة هامة أن أمريكا تتضامن مع لبنان في استشهاد عدد من المدنيين على الحدود وكانه نوع من أنواع الاعتذار الذي تتقدم به نيابة عن إسرائيل سنتابع حدود ما قد يجري من تصعيد أحمد هلسي وفتوى الأمر عند هذا الحد أم لا أشكرك على آية حال أحمد سنجاب مرسلنا على الهواء مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت شكرا جزيلا لك طبعا اليوم وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة وفي هذا الإطار وردنا هذا اللقاء الخاص مع سامر اللقطيلي المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والذي رافق طائرة المساعدات نتابع أولا نحن نتشرف أن نكون على أرض الجمهورية مصر العربية في هذا اليوم بحمد الله عز وجل إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي العهد انطلقت الحملة الشعبية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في غزة وبحمد الله عز وجل كان خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين أول من ساهم في هذه الحملة بكرم وجود وسخاء وكذلك بحمد الله عز وجل أفراد المجتمع المعطاء كذلك ساهموا في هذه الحملة بحمد الله عز وجل هذا العطاء أثمر وها نحن ذا نرى أولى طائرات الجسر الجوي تصل إلى جمهورية مصر الشقيقة وبالتحديد مطار العريش والذي يبعد بضع كيلومترات عن معبر رفح لتدخل هذه المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني لتدخل إلى الداخل بإذن الله عز وجل لإغاثة أشقاءنا في غزة هذه المساعدات هذه الطائرة هي أول الغيث وأول الغيث قطرة وسوف يستمر هذا الجسر الجوي بإذن الله عز وجل حتى تحقق هذه الحملة أهدافها حتى نتيقن أن هناك بإذن الله عز وجل اكتفاء استقرار في جميع القطاعات التي استهدفها هذه المرحلة مرحلة التدخل الإنساني العاجل والتي تركز على ثلاث قطاعات هي الأهم والأكثر احتياجا حاليا قطاع المساعدات الصحية والمستلزمات الصحية الأساسية لهذه المرحلة لدعم منظومة الصحية ودعم المستشفيات وكذلك تقديم ما يحتاجه الجرح والمرضى في هذه المستشفيات كذلك القطاع الآخر هو قطاع الأمن الغذائي والذي بإذن الله عز وجل سوف يكون من خلاله مئات الآلاف من السلال الغذائي التي سوف تعبر عبر جمهورية مصر العربية الشقيقة لتصل إلى المحتاجين لنساعد في صناعة استقرار بإذن الله عز وجل في الأمن الغذائي في القطاع غزة وكذلك بحمد الله عز وجل على هذه الطائرة كل ما يتعلق بمستلزمات الإيواء من خيام ومن حقائب إيوائية وغيرها هنا أريد أن أؤكد أولا أن هذه الحملة بإذن الله عز وجل مستمرة وأن هذا الجسر بإذن الله عز وجل لن يقف حتى نحقق هذه الأهداف نحن هنا لننقل ليس فقط مشاعر الشعب المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا لكن لننقل كذلك ونمد يدنا بإذن الله عز وجل يد السخاء والعطاء والبذل للأشقاء في الداخل الفلسطيني الشكر لله عز وجل أولا ثم لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي أهده الأمين على السخاء والعطاء والبذل الشكر لأفراد المجتمع السعودي الذين قدموا وبذلوا كانوا وما زالوا وسيبقوا بإذن الله عز وجل على هذا البذل والعطاء لكل الأشقاء والمحتاجين لكن تحديدا وفي القلوب هي فلسطين وأهل فلسطين وأهل غزة سوف نستمر بإذن الله عز وجل بهذا العطاء سوف نصل إلى المحتاج داخل غزة بإذن الله عز وجل سوف نمسح على رأس اليتيم ونضمد الجراح ونكس العاري ونطعم الجائع بإذن الله عز وجل بفضل الله عز وجل ثم بقيادتنا الرشيدة ثم بتكاتف أبناء المجتمع السعودي بالوصول لأشقائهم وأخمانهم في فلسطين كلمة أخيرة أشقائنا أهلنا قلوبنا في غزة قلوبنا معكم أيدينا معكم أموالنا تقف معكم كل ما نستطيع سوف نقدمه للوقوف معكم في هذه المحنة هناك ترتيبات تجري حاليا لدعم كل ما يعزز من الوصول بسرعة كافية لهذه المساعدات لإشقائنا المحتاجين وأحد هذه الطرق كما تعرمونه والوسائل في الوصول هو تسيير جسر بحري موازي للجسر الجوي وهو يعني وصل بحمد الله عز وجل إلى ترتبات متقدمة جدا ونحن نظن أن الجسر الجوي سوف يخدم بشكل كبير جدا من ناحية أولا كميات التي نستطيع أن ننقلها بفترة وجيزة ثانيا سوف يمكننا بوصول أسرع بإذن الله عز وجل وكميات أكبر للمحتاجين في داخل فلسطين في غزة المحاصرة بهذا اللقاء نكون وصلنا إلى ختم هذه الساعة ولكن نلقاكم في رأس الساعة الجديدة وعلى رأس الساعة نشرة إخبارية مفصلة لنعود بإذن الله